اشتركوا في القناة نادي الزمالك وما سيقابله من مباريات قادمة وتقييمه ايضا لمباراة الماضية ان شاء الله الفقرة الثانية فقرة النقاد الرياضيين وفقرة الصحافة معي ومعكم الاستاذ عمر الدرديري ناقد الرياضي الكبير وايضا الناقد الرياضي الكبير استاذ منتصر الرفاعي الاحداث ملتهبة وساخنة جدا جدا داخل اروقة اتحاد كورت القدم وانا يمكن قبل ما جيلكوا سألت اكتر من متخصص في شؤون اللعيبة وشؤون التسجيل والقيد والسيستم وما الى ذلك والحقيقة انا مش هقول كلام من دماغي ولكن انا هسأل اسئلة من دماغي بناء على اللي انا هقوله علشان ما حدش يعني يكتهد او حد يقولك ايه ده طارق بيقول اي كلام لانا بقولش ايه كلام انا بقول وقائع بناء على رؤية من او بلاش رؤية بناء على لوائح وقوانين ولوائح الاتحاد الدولي والاتحاد المصري وكل الاتحادات اللي بتشتغل بها اللوائح كلها اولا نادي الزمالك راح حط لعيبة على السيستم بناء على الفترة الزمنية اللي محدد لها اهم شيء اتعمل في القصة دي كلها اه انه تحط اللعيبة على السيستم في الوقت المناسب راح المدير المالي والمدير شؤون اللاعبين نادي الزمالك اتحاد الكورة وصلوا الساعة حوالي عشرة عشرة وشوية حطوا اللعيبة على السيستم في افلام اتعملت داخل اتحاد الكورة اهم شيء اهم شيء نادي الزمالك عملوا يا جمهور الزمالك هو ان اللعيبة تحط على السيستم ودل اصعب لان جيتها لو ما حطتش اللعيبة على السيستم يبقى كل سوان طيب وسيستم افل يبقى اللعيبة دي برا في الشارع خلاص لكن انت طالما حطيت اللعيبة على السيستم ده الاصعب في القصة كلها الباقي كله معذوره عليه عشان تبعارفين انا بتكلم من خلال لواح وقواعد الاتحاد الدول الاتحاد المصري كورة القدم يبقى نمرة واحد نادي الزمالك عمل الصح في انه حط لعبته على السيستم ده دي نقطة مهمة جدا هتفتح كده على السيستم بتاع اللي هو التي ام اس اللي بوله عليه بتاع كورة بتاع اتحاد الكورة هتلاقي اللعيبة كلها مقيدة فيه على السيستم بتاع قيمة نادي الزمالك يبقى اذا دي قصة هي الاصعب ودي النقطة اللي نادي الزمالك كان اه محق فيها جدا 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 وكان قرار صائب جدا جدا نحطوه مع السيستم لان دي الصعوبة فيها اهي دي السيستم ده التيم اس بتاع النادي الزمال بتاع الاتحاد يعني عليه قوائم الاندية ودي قائمة نادي الزمالك عشان بس جمهور الزمالك يطمن تلات لعيبة عليهم اسهم اهو الاسهم دول دول التلات لعيبة اللي قيدوا فيه نادي الزمالك على السيستم اللي هو الاصعب الناحي الاصعب طيب نيجي بقى ليه نقطة نقطة النقطة الاولى يا جماعة مفيش اتحاد في العالم يملك اقاف قيد لاي نادي مش هتكلم اتحاد المصري انا بكلم عموما اي نادي وده ينطبق على الاتحاد المصري لا يمكن اقاف قيد نادي الا بقرار محكمة رياضية بناء على ايه شكوى ضد هذا النادي من لاعب من مدرب من الاتحاد الدولي من اي شيء ساعتها القيد توقف ليه لان انت في شكوى من الاتحاد شكوى كلام جواب من الاتحاد الدولي بوقف قيد هذا النادي قيد اللاعبين ليه لان فيه شكوى من اللاعب الفلاني من المدرب الفلاني عليه فلوس شكوى بقى واتفر بقى لنوعية الشكوى ايه زي موضوع حسام اشرف مهوش زمالك توقف فترتين قيد يا جماعة ليه ها لان حسام وقع لنادي وهو مقاد في نادي فالقصة جات عن نادي الزمالك يبقى دي اول نقطة لا يملك اي اتحاد كرة في العالم يوقف يستطيع ان يوقف قيد اي نادي ها للاعبته الا بقرار من محكمة الرياضية الدولية بناء على شكوى من اللاعب او من نادي اخر او من مدرب او اي حد بقى تاني طب انت وقفت قيد ليه هو فيه شكوى ضدي ها هو فيه انا جايلكم في البقاء هو ما فيه شكوى ضدي حضرتك لافيش اي شكوى من اتحاد الدولي بتقولي النادي الزمالك مدان او عنده مشكلة فما تقيدلوش لعبته انت ليه متعنت ليه واخد الموضوع بشخصنا ليه مشخصا الامور الزمالك ملوش زم انت فيه مشكلة بينك وبنسين من الناس ومن المسئولين الزمالك بعيد تماما عن القصة نادي الزمالك بعيد تماما انت ليك مشكلة مع رئيس النادي حلها انت مع رئيس النادي الزمالك ملوش زمب جماهيره ليه ملها الزمب ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش التعنت والتحدي بيوصل لهذه الدرجة ما ينفعش ابدا انا بقولكو كلام ده كلام موثق كلام مهم جدا اللي بعد كده لو هناك اقاف او منع للقيد بصفة رسمية ماشي لو انت بقى ايه خلاص انت قيد بتاع النادي زملك بصفة رسمية طب انت ليه ما قدرتش توقف القيد على السيستم كمسئولين في اتحاد الكورة ليه لانك ما تقدرش تعمل كده لان القيد على السيستم ده من حق النادي ده حق النادي اللي اعطاهوله الفيفا اتحاد الدولي انت حضرك وقفت الكارنيه انت وقفت ايه طبعي الكارنيه فقط لكن طوط الالعيب على السيستم خلاص فانت اشمعنا ما قدرتش تمنع تحط اللعيب على السيستم عشان الزمانك عليه ايه فلوس مرضتش طب ما الراجل كان جايب لك شكات وده مستند رسمي مستند رسمي ده قمة التعنط قمة اقول ايه يعني الشخصانة في الشخصانة في الامور في شكات انا كنت موجود في مكتب رئيس النادي مستند مرتضى وقت مكان الشكات دي بتحرر بالصدفة كان في قصة كده مستدعاني عشانها انا وعصان مرعي وقاعدين فبالصدفة القصة اثيرت اتكلم في التليفون خلص الموضوع طلع الشكات مضى الشكات خد الشكات اهي قدامكم الشكات ايه ماشي الشكات دي اتمضت قدامي انا انا شاهد على هزا الشكات دي اتمضت قدامي في وجودي والراجل المدير المالي سيد احمد ابراهيم خد الشكات دي وطلع على اتحاد الكورة علشان يبقى مستند رسمي يبين حسن نية نادي الزمالك في ان انت اهو الفلوس اهيه وانا سامع المشاهد مرتضى بيكلم مسؤول ما معرفش طبعا مين المسؤول اتصل بيه بعد تلت ساعة ايه الاخبار يا فندم قال له الشكات يا فندم في الطريق انا معرفش بيكلم ايه الشكات راحت اتحاد الكورة الرفض قال لك لا مفيش حاجة اسمها الشكات طب انا حشيل لك مثلا كيس فلوس فيه اتناشر مليون جنيه واخش بيه اتحاد الكورة جدعان الساعة كام ده الساعة عشرة بالليل طب انا هجيب منين عشرة مليون جنيه ازا كان مفيش اساسا عندي فلوس في النادي لان ساعتك اه 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 معالي وزير الشاب الرياضة من فان ساعة ما جيه المشاومة ده قال لك ما تحطش فلوس في النادي حط الفلوس في البنك والبنك تحجز عليه الفلوس طب الراجل هيعمل ايه كتب شكات طلع لي كده معلش اه 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 البيان بتاع اتحاد الكورة عشان فيه نقطة مهمة جدا محدش اتعرض ليها وكلمة قالت محدش خد باله منها في اول سطرين معلش انا مش شايف من هنا انا ربي انا عايز لا انا عايز الحتة ايه حتة القصة بتاعت ايوة جدولة ما انا مش شايفة من هنا اه اه بص عشاش اللي وراي اه يعني ادي ظهر للناس مفيش مشكلة بص يا جماعة ايوة اه مش انا احمد بالحاج دون جدولة المديونية لا انا عايز جدولة الاندية قيمها بجدولة مستحقتها انا هرابت قالك ايه وشاهد قيد صفقات جميع الاندية بعد قيمها بجدولة مستحقتها بسلسانات الزمالك طب ما الزمالك بجدولة مستحقت هي الاندية دي اللي انت سمحت لها انها تقايد لعبتها برغم ان عليها فلوس ما هو جدولة يعني ايه يعني انا عليها لسه فلوس اشمعنا الزمالك شخصانة الامور تعند عند وخلاص مش ايضلك ده مفيش قانون في الدنيا بقول كده يا جماعة انا قلت لك اهو قالك جدولة قيد جميع اللعيب الاندية بعد جدولة مديونيتها جدوليتها مديونية يعني انا انا مثلا عليها عشرة دفعت اتنين يعني عليها تمانية ومع ذلك ايضت له لعبته ازاي ازاي يا جماعة وفي كده في الدنيا هو نادي الزمالك ده ملوش اهل ملوش صاحب اسأل عليه هو الزمالك ده مش نادي جماهير يا جماعة بتشخصانه الامور ليه بتعمله بتعنده مع مين والصالح مين ما ينفعشي والله ما ينفع اقسم بالله ما ينفع الكلام اللي بيحصل ده ده انا لو ما بين وما بين رئيس اي نادي ما صنع الحداد في القصة دي خلاص الراجل ثبت حسن النية وجايب لك اه اه فلوس شيكات وقال لك اكتب شيكات من رصيدي انا يعني الراجل هيكتب شيك بعشرة مليون من رصيده هو رصيده الشخص اللي فلوس بتاعته هو فيه دمان اكتر من كده ما ينفعشي ما ينفعش التعنت انا ليه فلوس طب هتولي الحتة بتاعت اللي السيد الحمد عبدالباسط اوريك بس ان هناك نية مبيتة ان الزمانك ما قيدش حد يعني ده من من فترة قالك ما ما فيش حد خلاص احنا مش هنقيد له حد كده بالمعنى صح هتولي الحتة بتاعت اه السيد الحمد عبدالباسط ده صاحب طبعا المعروف عشان تعرفوا ان الناس دي كانت مبيتة نية ان الزمالك ما دعش نسمع اذا مجلس ادارة اتحاد الكرة بالاجماع هو صاحب القرار في عدم كدل عبت الزمالك ولما وصل رئيس النادي اتبعت على جروب الواتساب قالوا نو اذا مجلس ادارة اتحاد الكرة بالاجماع هو صاحب القرار في عدم كدل عبت الزمالك ولما وصل رئيس النادي اتبعت على جروب الواتساب قالوا نو اتبعت على الواتساب الخاص بيه الجروب بتاع اعضاء اتحاد الكرة لا ما تقيدوش حد يعني ازاي ازاي يا جماعة الراجل وصل رئيس النادي بنفسه وقال لك هدفع عشرة مليون جنيه اجيب لك شيك بعد ما بقى الشيكات دي قال لك لا مش هنقبلها مع ان انت قابلت الشيكات لان ديها تانية يعني انت عايز تفاهمني ان النادي اسوان جاب لك فلوس كاش ان النادي الدخلية جاب لك فلوس كاش لو هم عليهم فلوس يعني استحالة الشيكات والشيكات الزمالك ما تتقبلش والشيكات الان ديها التانية تتقبل جدولة الديون يعني جدولة يعني ايه انا راجل مش طعب بنكير يعني مش بنك بس جدولة يعني ايه يعني بقى سطلق الفلوس طب ما قصتش للزمالك ليه طب ما الراجل قاتب لك شيك من حسابه الخاص وجايب لك شيكات من نادي الزمالك والوزير قال لك قبله الشيكات ما قبلتهاش يبقى هنا هناك تعنت هناك عند واناك الشخصانة في الامور على حساب مين يا ولاد على حساب مين على حساب مصر مش حساب الزمالك لان الزمالك بيمثل مصر داخل في افريقيا يمثل مصر عنده مطشق جمعة مع افريقيا في دور الابطال انها يمثل مصر انت كده بتحرم مصر من ان نادي الزمالك يتقلق وياخد هزي البطولة لانك بتحرمه من صفقاته الجديدة بدون واجه حق انت ملكش حق ليك فلوس هتاخدها والراجل ده جاب لك شيكات وجاب لك كله وضماناته وعمل ضمانات كلها يا اخي خد الشيك لو ما تصرفش ما ترفع عليه قضية مثلا ارفع عليه قضية هتكسبها في ثلاث ثواني ده شيك بدون رصيد ده زكان بدون رصيد ما ينفعش ما ينفعش نادي الزمالك يتعامل هزي المعاملة انا باعتبر ان دي اهانة لنادي الزمالك وجماهيره ومجلس دارة المحترم طيب انا بقى هسأل اهو ده جدولة نادي الزمالك باعت جواب لاتحاد الكورة بيطالب بجدولة فلوسه يعني انا النهاردة اهو مستند رسمي انا بعتلك بجدولك الفلوس وجيت بنفسي يعني انا بعتلك المدير المالي ومدير شؤون اللاعبين بالشيكات حضرك مرضيتش رئيس النادي تحرك بنفسه ودخل وتعهد على نفسه لا 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 مفيش كده والله العظيم ما في كده يا جماعة صعب الامور صعبة ان هناك مشكلة بينك انت وبين رئيس النادي الزمالك ملوش علاقة جماهيره ملاش علاقة ابدا دي مشكلة شخصية مشكلة تتحلف قاعدة تتحلف اي حاجة دي سهلة جدا يعني فالقصة هي قصة عندي مش اكتر لانك انت قبلت تجدول فلوس اندية بشيكات برضو ها وما قابلتش للزمالك اشمعنا عشان المشكلة الشخصية لا ما ينفعش ما ينفعش ودي فلوس مشاركة سيف الدين الجزيري في كأس العالم تسعة مليون جنيه هو فيه هو فيه اضمن من انك تاخد فلوس من الاتحاد الدولي يا انا هرابط يا جماعة هي وصل ده الاتحاد الدولي الرجل ده هيجيلك الفلوس على الاتحاد تحجزها هو قالك اهو جواب اهو اهو ودي شركة بريزنتيشن امضة المشهر مرتضى لتحت دي ادي عشرة مليون وتسعة دي مضمونة ودي مضمونة لو انت منتش ده من شكات الزمانك بقى طب دي التسعة تسعة مليون دول مش مضمونين يا جماعة شركة المحترمة بريزنتيشن اتحاد الدولي المحترم تسعة مليون بتتكلم في تسعة تسعة تشر مليون طب يعني ودي ما هدي جدولة دي بالكتير تتصرف مسلا اسبوعين ولا اسبوع ولا حاجة بالكتير ده لو انت عايز تخلص لو انت عايز تساعد الزمالك لا كان ليه لا ليه والزمالك رئيسه مين مرتضى منصور ما انت كل همك تاخد فلوسك فلوسك حد جيلك سواء من الزمالك سواء من التحاد الدولي سواء من عندك تلت مصادر الزمالك شكات التحاد الدولي تسعة مليون مضمونة وايضا السيركت بريزنتيشن الشركة الرعي انت دربت بكل كلام ده الحائط وبعدت على الواتساب الجروب بتاعكو ممنوع طيب انا هسأل شوية تأسئلة معلش الانترو طويل شوية لان في حاجات كتيرة جده جده انا قعدت النهاردة بجمع من كل الاطراف المتخصصين في القصة دي وانا بطمم بس جمهور نادي الزمالك ان اللعبة دي هتتأيدي ان شاء الله مجرد من الفلوس تروح التحاد الكرة خلص الموضوع لان انا عملت الصعب اللي هو التحاد السيستم خلصت خلاص قصة قصة كارنيه وبعضه فيه ناس قالت لك ايه الكارنيهات دي بتطلع بتاريخ مفيش كارنيه بيطلع بتاريخ مهم يعرفوا الكارنيهات كلها بتطلعش التاريخ يعني اقولك ايه اصل انت الكارنيه ده الولد اللعيب حيتأيد يوم 31 وكارنيه يطلع يوم اتنين فايه فما ينفعش يقبله الاتحاد رفيخ واتحاد المصر ليه ما انا خلاص ما انا سجلته عسلسة يوم 31 الساعة 11 بالزبط يعني قبل القفل قد بساعة يبقى انا صح فيه ناس بتهرتل كتير طيب انا اسأل شوات اسئلة ازاي اتحاد الكورة انا بسأل بقى المتخصصين ازاي اتحاد الكورة منح الزمالك رخصة الاندية المحترفة في اول الموسم لا عليه فلوس لو عليه فلوس مش هيديك الرخصة بتاعت انك انت تشارك في الاندية المحترفة ده دي اقوى ده دي الاقوى ازاي تم منح النادي الرخصة وهو عليه فلوس يبقى ازا انت ما اديت الزمالك الرخصة الزمالك ما عليهش فلوس يعني في الفترة دي يا جماعة فترة تشارين دون الزمالك بقى عليه سبعين مليون انا مش فاهم يعني ازاي انت اديتوا الرخصة بناء على ايه بناء على ايه رخصة الاندية المحترفة دي لو انت عليك فلوس من المفترد ما اديكش الرخصة بقى بالعكس تحد الافريقيا لما يخطبوا ويقولوا عايزين الزمالك اشترك في الدور الابطال والاندية المحترفة اقول لا قال له اه بعت له جاب رسمة قال له اه معناها ايه انه ما عليهش فلوس وجاءت الوقت تقول له عليه فلوس مش فاهم وبعدين كل الضمانات ان انا بقولها دي ايه الشيكات بتاعت النادي الزمالك الشيكات شخصية من رئيس النادي المرشان المرتضى الفلوس بتاعت الفلوس بتاعت جيجزيري كل ده كل ده يا جماعة كل ده وانت مش مقتنع انت مش مقتنع طب بلاش دي اللعيبة التالياتة دول زنبهم ايه ياخي اعتبروا ابنك اعتبروا اخوك الصغير زنب اللعيبة دي انها مثلا ان الزمانك تخيل بقى الزمانك لو ملحقش يحطوه مع السيستم الولاد دول في الشارع تخيلوا انتو بقى قالك وقالك ايه في وعد ده انا اسمعتها ابو ده في وعد من اعضاء اتحاد الكورة اتفقوا انه هيطلعوا قرار ان اللعيبة اللي ممكن ترجع تلعب فانديتها تاني تهريك وربنا ازا كان على السيستم على الزمالك هلعبوا فانديتهم تاني ازاي خلاص الراجل رفع اسوان رفع اللعيب من على السيستم بتاعه وبقى على السيستم الزمالك سموحة كذلك مين تاني يا جماعة فكروني كل الانديا اللي الزمالك اشتري منها اللعيبة اترفعوا من على السيستم بتاعهم والبانك الاهلي وبقوا على السيستم الزمالك قولك لا ده احنا انه طلع قرار مجلس دار انهم ما يلعبوا ازاي يلعبوا معديتهم قالك يرجعوا عندهم تاني علشان نساعد اللعيب طب ما تساعد اللعيبة ما بقى اولى وتقيدهم في الزمالك يعني انا مش فاهم المنطق ده ايه يا جماعة انا ازا كان اللي بيتكلم ده مجنون المستمع عائل يعني انا بكلمكم بجد والله العظيم انا باسأل اسئلة ازاي? ازاي? الكلام ده بيحصل طيب اسأل سؤال تاني هو امام عشور ده سافر ولا لسه? مش الزمالك استغنى عن امام عشور? طب ازاي فتحته السيستم للزمالك في انتقال امام عشور? يعني انت بتفتح لللي رايح وتقفل علي جاي? القصة مخصشت بقى لوايح وقواعد بقى جماعة القصة قصة ايه? عند هرجع للافس الكلمة ما هو انت بقى يعني لا معليش انت عملت كذا انا هردها لك هردها لك في شغل كده ملوش اي معنى تقديري واحترامي لكل الناس اللي شغالي في تحاد الكورة بس ده الزمالك ما يستحقش كده جماعة انت فتحت السيستم لامام عشور ايه مش بطاعة بيطلبها بيطلبها نادي ميت لاند ها؟ ساعتك انت فتحت السيستم لامام عشور وامام عشور راحت البطاقة الدولية بتاعته لنادي ميت لاند طب انت ليه فتحت هنا لللي طالع وقفلت على الداخل طب بلاش دي؟ يا باش انا قيدت امبارح في نادي الزمالك حارس مرمى امبارح ناشئ والمصحف انت انا بقول لكم حاجات غريبة انتو مش مصدقيني والله احنا قيدنا لعيب امبارح ناشئ حارس مرمى ناشئ في نادي الزمالك ازاي؟ قول لي انت ازاي؟ انا بسألكو ازاي؟ اه ازاي انتو قبلتوا ان اللعيب الحارس المرمى ده يتقايد اشمعنا؟ اشمعنا؟ اشمعنا يا جماعة؟ بس يا جماعة فقرة التسجيل التانية تكون اعتبارا من الاحد واحد 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 ستة واحد واحد دي واحد واحد عشرين تلاتة وعشرين وحتى الثلاثاء واحد وثلاثين واحد وذلك بجميع الاقسام والمراحل السنية يا حلاوة يا حلاوة والله بالنسبة للمراحل اللي ايه؟ اللي مش عارف السنية والصلاة وتام وكان الزمال اول من ايش دعب القصة دي؟ انا ايه دعب الفكرة الاولى؟ انهار بيض دعلك تكون اعتبارا من اللي هي التسجيل التانية اللي احنا فيها من الاحد واحد واحد عشرين تاتة وعشرين وحتى الثلاثاء واحد وثلاثين واحد عشرين تلاتة وعشرين وذلك بجميع الاقسام والمراحل السنية يا سلام يا سلام جميع المراحل السنية ده شروط تسجيل خلي بالك مش قيد ها وده اللي عمله الزمالك ان انت حطيت اللعيبة قبل الساعة اتناشر يوم واحد وثلاثين قبل الساعة اتناشر عالسيستم القيد مسئولية اتحاد الكورة التسجيل مسئولية النادي ليه طب انت سمحت ليه للناشئ ده جون ده ان هو يتأيد احنا حطناه عالسيستم وانت فتحت الدنيا وتأيد الولد حارس المرمى طب ازاي لانتوا عارفيني الزمالك لو راح للاحكام الراضية او الاتحاد الدولة ممكن ليه في النشاط والله العظيم لان ما عنديش عقوبة انا ما عنديش عقوبة بالاتحاد الدولة عشان توقف للقيد انت ليك فلوس ها اوكي هتاخدها وانا هسبتلك حسنية طب انت ليه اخترت الاتحاد الافريقي بقيمة الزمالك وليه ما قلتلوش انه عليه فلوس ما كانش اداله الرخصة ما كانش اشراكه بدور الابطال حاجات كتيرة جدا كل الاسئلة دي انا بسألها للناس 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 كل بسأل للناس بسألكنتوا يا عقلاء كيف يتم منع القيد لنادي الزمالك ادك ضمانات فلوس الجزيري على مش عارف عشر مليون من شركة الرعية على شركات خاصة منه على على كل ده مضمون طب فلوس الزمالكي عام مش مضمونة على حد قولكو طب فلوس الشركة الرعية دي مش مضمونة ها هلش فلوس الاتحاد دي مش مضمونة ما ينفعش ما ينفعش الزمالك تعمل كده للمرة مليون طب انا اه في حد بيقولك ايه طب ليه انتوا تأخرتوا يا جماعة في القيد كده يعني ما يعني تجالزين تيجي في اخر واحدة سالسالة المشاشر يعني ده كلام يعني تيجي اه ساعة اتناشر وصاعة احداشر ونص وصاعة احداشر وتيجي تقولي مش عارف ايه وبتاعه وخدي اللعيبها ايه ده احمد بالحاج احمد احمد بالحاج ده الشركات دي مضمونة ده انت ممكن تسجني لو الشركات دي طلعت من دي الرصيد تقضيني ممكن تقضيني وبعدين ما فيش تعامل يا جماعة في قرار كده من البنك المركزي ممنوع انك تتعامل بقتل من خمسة مليون جنيه واحد شكرا اندك خمسة مليون وفيك خمسة مليون تاني وفيه عشرة مليون فيه تسع مليون ارجع للسؤال تاني يا عم طارق طب انتوا ليه تأخرتوا مش طب المتضى ليه ساعة احداشر انا احمد بالحج ماشي من عندي المشتر المتضى بعد ما مضى العقود الساعة حوالي عشرة بالليل تسعة ونص عشرة بالليل ما هو الراجل جاي بتاع اسوان المشتر الشافعي صالح انا كنت موجود وقت توقيع بالحج وعبالما الاجراءات خلصت اخدنا نص ساعة ساعة الراجل شبانة شبانة جاي قبلها بيوم بالليل وانا عامل له مدخلة هنا بالليل الساعة كام كانت وساعة اتنين بالليل ولا واحدة بالليل شبانة اترفع بليها بيوم من السيستم من عندي سموحة تاني يوم حطيته على السيستم عبالما زبطنا الشيكاتنا وحاجتنا وكده فالوقتي كان دايق ده السؤال ده ايجابة السؤال ما ينفعش انا برجع جماعة وبأكد ان رئيس النادي المشتر المتطلب منصور وصل الاتحاد الكورة ساعة عشر ونص ومن وقت وصوله حتى وقت رحيله كل الاحداث اتسجلت فيديو صوت وصورة المكالمات التليفونية الادارة ما بين اعضاء مجلس الادارة والكلام اللي حصل داخل الاروقت الاتحاد والمسيشار لما انا طلع الشيكات شيك بشخصي والشيكات اتقدمت وترفضت كل الكلام ده مسجل صوت وصورة هل الغرض يا ولاد ان انا سكت مرتنة منصور ان انا الغرض منه اسكت ويعني ما يتكلمش فيه حقوق النادي ودافع عن النادي وما يشتكيش مع كهربا يعني انا مش فاهم يعني انا مش فاهم انت بتساوم رئيس النادي بتساوم النادي ما ينفعش ما ينفعش ده حضرتك الاتحاد الدولي واقف لاعب في النادي الاهلي علشان عليه فلوس في الزمالك وانت اديت جواب للنادي الاهلي عشان يلعب انت بتساعد الاهلي وتساعدش الزمالك انت بتساعد الاهلي وبتساعد زيزة مالك والله العظيم انا معارف اقول ايه انا قلتلك الانتو طويل النهاردة لان انا بصراحة مستغرب ومستعجب من شخصانة الامور من العند ما ينفعش ما ينفعش انت في مشكلة بينك وبريس النادي تحلها بره هذه الامور بره اللوايح وبره القوانين لكن انك انت تعمل يعني نقول ايه يعني كذا مكيال مش مكيال واحد لا صعب الكيل هنا بمكيال والكيل هنا بمكيال تاني خالص طبعا نفس المكيال ده مد كيلو هنا في اسباب كتيرة جدا واسئلة كتيرة جدا عندي لكن الحقيقة انا جماعة مندهش وزعلان ومتدايق من مبارح طبعا وكل الزمال كوية متدايقين وكل الزمال كامل كامل لكن انا بطمينكم ان شاء الله باذن الله القصة كلها كارنية دفع الفلوس بس كارنية يطلع للاعب جديد لنادي الزمالك لما الراجل المشان متضى يدبر يدبر القصة دي القيد هو مسؤولة اتحاد الكورة التسجيل مسؤولة نادي الزمالك والزمالك عمل عليه سجل اللعيب على السيستم وانا قلتلك في البداية خالص ده الأصعب لأن لو فايت لقدر الله يوم واحد وثلاثين ده والزمالك ما حطش العبدي على السيستم العبدي في الشارع رسمي فاهمي نظمي لكن الحمد لله الخطوة الأصعب والأهم في القصة دي كلها اللي عملها نادي الزمالك فيا مسؤولين اتحاد الكورة وقفوا وقفوا المهزلة دي وقفوا مع أنادي الزمالك زي ما بتقفوا مع الأندية الثانية انت جدولت الكل الأندية الأندية جابي لك شيكات برضى يعين انت عاستقني عن أن شيك سين من الأندية مضمون والشيك الزمالك مش مضمون طيب الفلوس برجنتيشان دي مش مضمونة فلوس اتحاد الدول لو انت مش ضامن الزمالك يعني فما ينفعش ما ينفعش يا جماعة إن احنا نتعامل مع أنادي الزمالك بها زي الطريقة فاتمنى أن المسؤولين في اتحاد الكورة يسمعوا هذا الكلام والأسئلة اللي أنا طرحتها ومن خلال كلامي مع بعض الناس المسؤولين عن شؤون اللاعبين واللواحي الاتحاد الدولي والكلام ده كله أنا بقول لكم مش أكتر من أنكم توقفوا مع الحق فاصل ونرجع نكمل أخبار طبعاً الإمبارح كان يوم عاصف بالنسبة لي نادي الزمالك والحقيقة دايماً نادي الزمالك بتحطي في هذه المواقف والحمد لله الحمد لله عندنا مجلس دارة محترم مجلس دارة يقدر يتعامل مع مثل هذه الأمور يعني لكن المدهش في الموضوع والغريب في الموضوع أن أنا بشوف وده من زمان يعني معرفش من زمان ولا هنا ولا هو زاد شوية لو من دول ولا إيه أن أنت دايماً في نادي الزمالك بتتعرض لظلم سواء من المسؤولين في عنكورة أو سواء من حكام أو سواء من أي حقيق لكن القصة كلها جماعة في أن هناك معايير وقوانين ولوايح ما تطبق اللايحة على الكبير قبل الصغير أنت ليه بتطبق اللايحة دايماً على نادي ها؟ والأنديها كلها تانية بتطبق على نادي بطريقة مختلفة هو إحنا نسينا يا أولاد لما أنا معرفش من اللي كان ماسك تتعاية اتحاد الكورة لما كان فيه لاعب حارس مرمى موقوف أربع مباريات خلوها مباراة واحدة ها؟ ها أستاذ أحمد مجاهد خلوها مباراة واحدة علشان النادي مشترك في أفريقيا بيمثل مصر طب ما ده الزمالك هيمثل مصر يا رجالة هو الزمالك هيمثل كولا لنبور ولا بتاعدة البرازين الزمالك ما هيمثل مصر عنده موتش الجمعة ليه ما ساعدتش الزمالك القصة غريبة تبدو ليه غريبة أننا النهاردة قرار لجنة المسابقات ومش عارف الحكام بإيقاف اللاعب فلان الفلاني أربع مباريات وفجأة يجتمع مجلس درق لا ده فيه مهمة خومية مباراة بدل ثلاثة بدل أربعة الله طب انت هنا تعالي بقى الشكبالة ها؟ اتوقف للأبد الواد إمام عشور لما مش عارف بيرقص في القوضة ومفيش حد شاء وحد يوقف والله يا جماعة الواحد ده ده فيه حاجات بقى بتحصل زمان أيام ما كنا بنلعب بس أنا مش عايز أسردها علشان ما يبقاش أنا يا راجل يعني لكن أنا بقول لك وقائع أنت ما عشتهاش الوقائع اللي أقول لك ده ما عشتهاش فيه ناس كتير معي بس أنا لو قائع اللي أبقولها دي أنت عشتها جمهيري النادي الزماني كلها عشتها فتر الفاتت دي بتتكلم في الشكبالة تمانين مباراة إقاف يعني بطل كورة ماشي؟ وبعدين طب يا جماعة بن فضل هو كان عايز يعمل إيه؟ هو كان عايز يعمل إيه؟ ما هو تمانين مباراة يعني تمان شهور أنا وره بتكلم هو كان عايز يعمل إيه الشكبالة؟ عايز يدخل أسر لعيب الزمالك في احتفالية ما؟ الدور العام دي حنا بنشوف الناس يا جماعة بعائلاتها بكل أسرها بينزلوا ملاعب يحتفلوا مع أهليهم مع لعبتهم لا منزلوش ليه يا ابني؟ بس ده الزمالك طب إيه مشكلة يعني الزمالك ده مش من مصر لا لا منزلوش عادش ينزل الله الله مجرد إن الشكبالة بس كان عايز ينزل دول بتوقف ثمان شهور تخيلوا ثمان شهور ها؟ طيب بااااا انت أصلي كلمتي مع رئيس التحدي بطبيقة طيب ورئيس التحد مهمته انه ينزل تحت في التراك انت رئيس التحدي الكورة في التراك بعد ما سلم يمنع الناس اللي لا ما تفسحش الباب انت مالك انت مالك انت مالك انت يفتح الباب ولا تقفله انت انت راجل تريس اتحاد تخيلوا لا لا ازاي الزمالك اللي في الملعب لازم عكن عليهم الدوري لازم عكن على الزمالكوية حتى وإحنا بنفرح وقفونا اللعيب بتاعنا نجم الفريق وكابتن الفريق وفاكهد الكرة المصرية 8 شهور طب ما هو الكهرباء قال لي ادبه ايه اللي حصل ودي من طين ودي من عاجيه حاتش تكلم لا 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 اه تقربش من حتة دي لا ما تقربش ما تقربش من القصة دي خالص ابو عتفكر ان احنا ممكن نعمل حاجة لا خالص خالص ما ينفعش ما دي اللي بتجنن الواحد بتخلي يقولك السنتو دايما بتحسوا المظلمية ما هو اللي بيحصل اللي بيحصل قدام عيني اصلا يعني انا بشوف شو انت بتشوف او العكس احنا الاتن بنشوف وبنسمع الحمد لله بفضل الله ما ينفعش ده ده على صعيد الحاجات الادارية صعيد بقى الحاجات الفنية جون جمال عبد الحميد سبع العيبة مغطيين ارفع الراية جون حسن الشحات كابتن حسن الشحاتة ارفع الراية جون اسماعين يوت ضرب الجزاء بتاع اسمان يوسف ست شهور سجن يعني ضرب الجزاء وست شهور سجن ده ده قرار اول مرة لا ما يمشي ايه يا جدحان و ده المتشاط اهلي دي خلي بالك مش متشاط بقى التانية انا بتكلم متشاط اهلي اه متشاط اهلي مش متشاط اللي هي المنافس العليد بتاعك او المنافس التقليل بتاعك فطول عمر القصة ماشية في اتجاه واحد انها تحول كده لا انها تحول كده لا هتجاه واحد اللي هو ايه هدم الزمالك الزمالك ده ما يكونش موجود طيب ما ممكن الزمالك يروح يلعب في دورة بقى نروح مثلا نطلب نلعب في العراق ونطلب نلعب في ليبيا وليلعب في 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 اي دولة يجينا راجل بيعرف يدافع عن حقوق نادي الزمالك وبيعرف يتكلم عن حقوق الزمالك وبيعرف يجيب حقوق الزمالك بلا 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 بيعرف بس ايه يعني يقول يا جماعة ده فيه كذا 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 لا يسكت تكلمش انت بتتكلمش انت ما تجيش جنب الجنب الكهرباء ولا هنا ولا هنا ما تجيش جنب الناس دي لا 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 حاجات دي يا جماعة يعني دي حاجات دي حاجات مسلمة ساعتك ما تتكلمش فيها ليه ما عرفش وترجع تقول لي خليك هادي وترجع تقولنا محدش يتكلم وترجع تقولنا لا 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 هدوا الموضوع اصل قناة الزمانك بتعمل فتنة اصل مش عارك مين بيعمل ايه ما هو اللي احنا بنشوفه وبنطلع نقوله احنا بمنعبش في حد بمنغلطش في حد انا قلت لحضرتك كل انا بقى من مبارح من مبارح اه 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 بعد ما سبت المكتب مشوه المرتضى لما مضى الود جميل المؤدب محترم بالحاج ده حاجة 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 ما اقول عيب كبير يا جماعة العيب كبير جدا ربنا يا رب يحفظه ويحميه بعد ما مضى بالحاج رحت اتصلت عرفت بقى القصة اتصلت بكل الناس اللي يفهموا في الشؤون اللاعيبة واللوايح قانونا طبعا ما انا عندنا مرترن منصور ده احسن واحد تتكلم في القانون انا اروح على واحد قانون اعمل فقعدت مع ده و ده و ده وكلمت ده و ده و ده واخدت منو الحاجات دي لكن في حاجات بينة ظهرة زي الشمس ان ده عناد دي شخصنة مايش لوايح ولا قوانين بدليل ان انت جدولة الاندية كلها معادة الزمالك طب معادة الزمالك ليه عشان رئيسه مرترى منصور عشان يسكت عشان ما يتكلمش ما يدفعش حق النادي ما يجيش جنب كهرباء ما يجيش جنب سين ما يجيش مش عاف ايه فارجو انكم تبصوا للزمالك الزمالك وجماهيره جماهيره من امبارح انا كلمني الفنان هاني شاكر من السعودية امبارح اكتر من 3-4 مرات طمني يا كابتار ده ده واحد يعني انا بكلم على هاني شاكر كاقيمة بالنسبان وحاجة محترمة جدا راح بيحترمها طول عمر وبيحبه وراجل زمنكا وجميل طمني طمنيك اعملنا ايه ايه اللي ماخبار ده غير بقى اصحابي وغير السعودية وغير هنا وغير هنا كل الناس بتتكلم على بتطمن ع الزمالك الناس دي كلها ملاش اعتبار يا جماعة احنا ملاش اعتبار عندكو رئيس نادي الزمالك ملوش اعتبار عندكو مجلس الادارة ملوش اعتبار عندكو الزمالكوالي في بلد دول كلهم وطن عربي ملهمش اعتبار عندكو اللعيبة دي زنبها ايه يا جماعة لما اللعيب ييجي فرحان انه هو يلعب في الزمالك تكسر فرحيته ليه تكسر قلبه ليه علشان انت ها على خلاف مع رئيس النادي الولد اعتبره اخي ابنك اعتبره اخوك الصغار زي ما قلتلك سيبك من اي لواح بقى القوانين لو انت عايز تعديها تعديها خلينا بس نكون بقى يعني لو انت عايز تعديها تعديها لكن عديها ازاي لا ده الموضوع ده على المزاج ده جنب رجليه اسمها كده هم هم يقولوا بعض جنب رجليه اول مصحب شريط ده جنب رجليه ماشي القصة كلها فلوس طب انت الفلوس دي هتتدفع هتقايد الولاد التسجيل خلاص تم هتقايد الولاد تطلع لهم الكارنات خلص المشكلة انا بطل من الجمهور الزي وهم بطل الموضوع مش هيسكت رئيس النادي مش هيسكت يسكت على الوضع ده الوضع ده وضع يعني ماهوش صح ماهوش ماهوش قانوني انا قلتلك وسألت لا يملك اي اتحاد في اي دولة في العالم ايقاف قيد اي لاعب الا بقرار من المحكمة الرياضية من خلال شكوى للاعب او اه مدرب او حاج اي حاجة اي عضو اي واحد في المنظومة غير كده ما توقف ليش ما تقدرش دي لوايح يا جماعة وانا بقولش حاجة دي لوايح لوايح انا اقولكو اي عشان برضو ما اخرجش برا الموضوع اي والله واحد قال لي حاجة نهاردة غريبة جدا قال لي يا كابتن تصدق حكم انا رحت لحكام برضو حكم قال لي يا كابتن لو الجون جيه في الدقيقة اربعة وتسعين اه تمانية وتسعين بيكتب في السكور الجون ما بيجيش تمانية وتسعين فبقولوا ليه قال لي هو القانون كده ما يكتبش تمانية وتسعين بيكتب تلاتة وتسعين اتنين وتسعين خمسة وتسعين ما يكتبش تمانية وتسعين بيكتب في السكور كده الحكم بيكتب لو الجون جيه في الدقيقة تمانية وتسعين ما يكتبش تمانية وتسعين يكتب في الدقيقة في الدقيقة انا مش فاكر قال لي سبع عشانا ما يكونش كدابي يعني بس بس اتقال لي كده النهاردة من كتر المعلومات اللي داخلت دماغي فقال لي قال لي كده يعني حاجة غريبة جدا فالموضوع جماعة موضوع شائق جدا هو هيخلص ان شاء الله بطمنكم بازن الله بطمن جمهور الزماج بازنها هيخلص ان شاء الله والراجل رئيس النادي مطلع مصور دماغه كبيرة مش يعني التعنت في الحاجات دي واللي عندي في الحاجات دي صعب ما ينفعش دي حاجات يعني اذا كنت انت اجست للاعب او وقفت اربع مطلعات وبعين رجعتها المباراة عشان مصلحة مصلحة قومية فالزمانك مقبل على مباراة قومية شباب والزداد يوم كام يا ولاد يوم عشر فبراير يوم الجمعة ارجو ان انا اكون قلت كل حاجة خاصة بهذا ملف وانا اقعد بذكر من المباراة جميل هذا النادي اللي خلانا يعني في المجتمع الحمد لله عايشين كويس وبيوتنا الحمد لله كويسة ولدنا كويسين وربنا ولدنا كويس وحاجات كتير اقوي الزمالك الدهنة فلازم الواحد يضحي هو انا لو لو قال اصلي اسمك انت بيضيع اسمك مش عارف ايه طيب ما هو اسم بيضيع عشان الزمالك ما هو الزمالك اللي عمل اسمي هو مين اللي عمل اسم طرق يحيى وجمال عبد الحميد وحزن شحاته وفرق جعفر وحمر عبد حليم وعادل مأمور واللعيب اللي بتلعب دي كلها مين اللي عمل اسم الناس دي الزمالك هتستكتر على الزمالك اسمك ها اللي هو اساسا سبب في ان بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا وجمهير الزمالك طبعا عرصنا من فوق السبب في انك انت بقيت صين وصاد وعين ابسط مثال بعين سبوكوا بقى مش عارات دي احنا تعبنا وقرفنا وزهقنا مش عارات دي اه عم اه مش عف ايه و ايه وبتاع وانت بتطلع في قناة الزمالك اه بتهز رأسك ومش بيهز وده بيهز وده هزاز الرسوس الرؤوس وبتاع ايه فيه ايه رؤوس ايه وهزازي ايه وبتاع يا جماعة ده اقل واحد هنا بييجي في المكان ده نايا برئيس تحرير ورئيس تحرير ومساعد رئيس تحرير يعني ناس قمم ده غير بقى النجوم قس اه اكل عيش قس شاف ايه يوم زهقوا فلان زهقوا اولاد خالد خلوه ميشي قالك انا هامشي لا ازاي مالك اللي عملك عملنا كلنا ايه المشكلة ما تقول اللي انت عايزه انا بطالع بدافع على النادي اللي عملني مش طالع دافع عن مرترة منصور ولا كمال درويش ما احتفاظ طبعا بالالقاب ولا الله يرحبه كابتن حسن حلم ولا 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 لا انا طالع على كيان كيان الزمالك اللي رئيسه مرترة منصور اللي كان رئيسه دكتور كمال درويش اللي كان رئيسه المشار جالبريم اللي كان رئيسه كابتن نور الدالي اللي كان رئيسه فلان فلان بس بس وانا قلتلكم من زمان جدا 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 لو اي رئيس نادي عمل اللي عمل مرتدى منصور في النادي كنا هنطلع برضو نتكلم هذا الكلام على هذا الرجل على اللي عمل في النادي هو نجح هو نجح انه يعمل اه تتطفق تختلف معاه لكن هو نجح وهو اقنع اعضاء الجمال العومية بيه اللي عمله انت ليه ما اقنعتش اعضاء الجمال العومية انت او غيرك يعني انت ليه ما اقنعتش اعضاء الجمال العومية زي ما هو اقنع اعضاء الجمال العومية بقى بينجح وبقى واثق بين النجاح انت ليه ما عملتش كده سؤال بس انا بسأل انا بسأل بها من جملة الاسئلة بقى النهاردة فالقصة دي يا جماعة متاخدناش في حتة علشان ايه انه قول لا يا جماعة وشاف ايه وبتاع واحترام وصام عليكم مفيش الكلام ده مفيش الكلام ده النادي ده له افضل علي وعلينا جميعا هو اللي عمل اسمي انا مش هستخطر في اسمي من الاخر اقول اللي انت عايز تقوله تقول اللي انت عايز تقوله ما يهمنيش انا اللي يهمني ان النادي الزمالك يبقى انا في ختام حلقتي بقول ايه ها عاش الزمالك وعاش حبه في قلوبنا ده المفروض يكون شعارك انت او غيرك نادي الزمالك له افضل علينا جميعا وجماهيره على رأسنا من فوق ولهم كل الشكر ولهم ايضا افضل علينا بعد ربنا سبحانه وتعالى التوفيق لانه كانوا بيهودوا في المدرك بينادوا باسمك هم اللي كبروك لما ارتبط اسمك باسم النادي ها جماهيرك دي بتشجعك عشان انت في النادي ده وبتكبرك عشان انت في النادي ده فمش هتزهقونا بحاجة هزهقني والله بكلمكم بجد بحاجة هزهق مش هتزهقني مش هتخليني مثلا نقول في يوم من الايام كده سلام عليكم لا مش هينفع إلا لو الناس قالوا لي سلام عليكم لكن انت عشان اجا اقول انا سلام عليكم دي عملية صعبة جدا نادي الزمالك انا بطلع في قناة نادي الزمالك زي غيري ما بطلع في قناة في قوية في النادي الاهلي غيري في قناة مش عارف ايه قناة ايه ريال مدريد بتاع لازم ادافع عن حق نادي الزمالك وحق نادي الزمالك انت عجبك مش عجبك دي مش قصتي انت عجبك اهلا وسهلا مش عجبك برضو اهلا وسهلا كل التقدير والاحترام لأي حد اللي بينتقد واللي بيهاجم قبل اللي بيساند وبيمدح من الآخر فربنا يهدي الجميع وربنا يوفق نادي الزمالك دائما وابدا ان شاء الله في مشواره في افريقيا اللي هيبدأ ان شاء الله بإذن الله يوم الجمعة عشر فبراير برج العرب بيستضيف مواجهة نادي الزمالك تم نقل المباراة الى برج العرب بدل من اقامتها في استاد القاهرة الدولي يوم عشر فبراير ايضا اه التحادر افريقي بيجري تعديل على حكام مواجهة الزمالك وبالزداد الجزائري اللي هتقام ان شاء الله يوم عشر برضو باستاد الجيش التقم التحكيم سنغالي اي سي اس واي حكم ساحة والحاج مالك سنبا ونوها بنجورة مسعدين وحكم رابع البرت ديوف حكما رابعا وراقب المباراة محمد محمد مؤمن علي من جيبوتي وتم اختيار جنوب افريقي جوشوا روبرت كمنصق عام ويراقب الحكام مماضه هايدارا من مالي بالاضافة الى الكاميروني ندوى كريستيان كمنصق امني الزمالك بيتواجد في المجموعة الرابعة اللي حضراتكو عارفنا طبعا الشباب والزداد الجزائري اللي هيبدأ ضربة البداية مع الزمالك والتراج التونسي والمريخ السوداني عافية انا اعرفت ان المريخ السوداني اختار ملعب في ليبيا حاجة كده تأجدولي يا جميع العلومة دي انا قدرت خبر زي دا كده انه هيلعب ماتشو ماتشات افريقيا في ليبيا تأجدولي بس من القصة دي ايه من قلت المريخ في ليبيا ها تمام وسامى نبيب يعقل جلسة مع اللاعبين بداية التدريبات اليوم النهاردة على ملعب عبداليفة بورجيلا وفيها اتكلم عن برات فيوتشر الاخيرة وذكر بعض ايجابيات واتكلم عن بعض السلبيات والحقيقة كان الجو ممتر النهاردة والدنيا كانت بردي جدا لكن وقيم التدريب في معاده واللعيبة كلها كانت في يعني حالة فنية وبدنية عالية جدا والمدير الفني طبعا حرس شرح العديد من النقاط وبعض الابور المهمة اللي حدست في برات فيوتشر واهمية فاركو بقى اللي جاي يوم الاثنين ان شاء الله دي مهمة جدا الزمالك بيصارع ويناضل من اجل ان شاء الله بإذن الله اللحاق بالقمة بإذن الله ودي حاجة مش بعيدة على لعيب الزمالك ولا جهاز الفني شبانة انتظم في التدريبات النهاردة وكان فيه جلسة مصغرة بين أسامة نبيه وعبد المقصود وحسين ياسم محمدي وطبعا كان بيترأسها كابتن سماعيل يوسف ومعه الكابتن أمير مرتضى وشارك شبانة في التدريبات بشكل طبيعي للمرة الأولى والعيبة الحقيقة استقبلوا شبانة باستقبال حار جدا وقاموا بتهنقته بعد العودة اللي صفوف نادي الزمالك مجددا وطبعا أيضا انتظم ناصر منسي دي السفقات الجديدة اللي الزمالك أبرمها في الانتقالات الشتوية دي أهداف مين دي يا جماعة آه شيكا مش قال له طبعا انضمامك قال للأسامة نبيه قال له انضمامك للزمالك لثقة نفيك في قدراتك وطبعا ان شاء الله بإذن الله ناصر يكون من الصفقات اللي آه تضيف إلى نادي الزمالك بإذن الله والزمالك أيضا يضيف له بإذن الله في الفترة القادمة أيضا بالحاج أحمد بالحاج الولد ده مغربي مؤدب أوى جماعة بارح مبارح الحقيقة كان آه آه لقائي معاه في مكتب الشاو مرتضى لا أخلاقات عالية جدا لعيب مميز وخلي بالكم الولد ده تمانية وعشرة حاجة مركز يعني تمانية وعشرة يعني آه إمام عشور مشي جيب الحاج الحاج بلعبه تمانية وعشرة ماناش حجة بقى يعني أنا مشيت إمام عشور خلي بالكم إمام عشور عشان تبعارفين بس لو منازلت إمام عشور والله بأمانة أنا كنت حاضر القصة كلها يا جماعة في إصرار من إمام عشور إنه يرحل مفيش لعيبة يقوموا بغضبا عنه اللاعب ده إحنا بنقول اللاعبة اللي مش عايزة تيجي الزمالك ما جيش لإنك إنت لو إنت مش حابب تيجي مش هتقدي الراجل قعد معاه وقال له هعمل لك عقد زي زيزو وقال له اللي إنت عايزه وا 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 وكلام ده كله وصورنا كلام ده كله على هوا وقلناه والولد مصمم أنا أعرف إمام عشور معارفها الشخصية والولد مصمم إمام عشور كان موجود في النادي مبارح آه مبارح وقعدت معاه كتير جدا أنا وكابت النحمر عبد حليم كان موجود وقعدنا معاه كان بيتفرج على مطش أعتقد مطش ناشئين يعني فكنا موجودين متوجدين مبارح وقعدنا معاه وكلمنا معاه هو خلاص هو دماغ النهار ده هو تركيزه بيقل لا يمكن هتقدر ترجع إمام عشور لتركيزه مرة أخرى ها وهو خلاص راح سافر هو سافر من ثلاثة أيام هو هو مسافر من ثلاثة أيام ايه من ساعة ما العقد جيه أو من ساعة الجواب ما جيه للزمالك وهو سافر هناك لأن أكيد فيه ربط وبطمنكم بطمنكم السراح ومحطة وكلام ده كله اللي بيطلع في الأماكن اللي زيدي يا جماعة ما برجعش تاني غير على يا ناديه يا أنديها فوق خلاص هو الشركة دي أو النادي ده النادي اللي بيمتلكه الأستاذ ياسين منصور هعيد تاني اسمه نورشلاند نورشلاند ده هو اللي بيمتلكه اسم ياسين منصور ده اسم ميت لاند ما بلوش علاقة فيه أكاديمية اسمها دريم دريم ايه يا جماعة دريم مش عارب ايه دي اللي يمتلكها ياسين منصور وتمتلك نادي نورشلاند ويت تو دريم حاجة كده ها تقريبا ميت لاند ده اللي راحه امام عشور مالوش علاقة بالسرس ياسين منصور مالوش علاقة خالص عشان بس الناس تهدو وتبقى عارفة الكلام ده كل بمناسبة امام عشور هو لما دخل مداخلة لما مشاركة قال قال لي اخوه ده هو بيقنعه فانا قلت له في الاول يا امز يابدي ما تراجع نفسك و نادي الزمالك والمشاركة قال لك عديك عقد زيزيزو ما تخليك يا ابني يا كابتن انا فرصة ومش عارف ايه وبتاع يا عم والله الجمهور بيحبك لا فرصة ما تجيبه للتسجيل وبعدين ايه طب ربنا وفاقك يا ابني سواء قعدت او مشيت انت ابن النادي والنادي الجمهور بيحبك وهو كلام ده كله قال لك ايه راح عاملين كوميس بقى كوميس ده اللي بيعملو ده علي على طول ان طارق المصممم طالب بقول له خد اقنعه هو فرح قال له طب ربنا وفاقك يعني ما ببلد انا قلت كلا طب ربنا وفاقك يا امام فيه كده في الدنيا هو بيقول له خد اقنعه فكلمته في الاول في الجزئية بتاعت الاخنع لقيته مصمم فقالته عموما يا ابني لو ربنا وفاقك ها وسفرت اهلا بيه وربنا وفاقك لو قعدت ربنا وفاقك ايه انا كان يكون قرارك احنا متقبلين ده طبيعي الناس بقى عاملة فيلم جدا عقصة دي يلا اه قلنا بالحاج بالشيكبالة بيتمثل للشفاء وبيعود للمشاركة فيه تدريبات نادي الزمانك ان شاء الله بزراشيك طبعا من النعيبة المميزة جدا والحقيقة قائد بمعنى الكلمة والجمالي بتحبه الصحب ده جماعة بتاع ربنا الحب ده بتاع ربنا منتخب القلومي طبعا عندنا خماسي ما شاء الله حسان معمجيد محمد طارق حاتم سكر محمد حسان بيسو محمد نديم حرس المرمى وفيه تلاتة معرين خلي بالكم دول تمانية لعيبة من الزمالك ها بينقطاع الناشئين في المنتخب القلومي بس ده غير بقى ايه ماجد هاني و ايه ومنتخب الناشئين اللي حيلعب افريقيا ده وليه يا جماعة مين في المنتخب الناشئين مين لا المنتخب الناشئين ايه الناشئين اللي هو الفين وثلاثة مع محمد جابر ماجد هاني و و ايشو لا ومعرفش مش فاكل تلاتة اربعة خمس لعيبة كده دول لعيبة بقى في المنتخب الناشئين ادي اتناشر لعب في المنتخبين من قطاع الناشئين وانا هنا بقول للمشاعة المرتضر حقيقة يعني قطاع الناشئين والله انا قلتلك قلتلك من ثلاث سنين قلتلك يا سات المشار قطاع الناشئين حيبقى فيه اكتفاء ذاتي لفريق الاول كمان سنتين وحدث وحصل قلت هذا الكلام في المكتب المشار المتدأ اللي في الدقي طولها بسات المشار التلات سنين الجايين حيبقى فيه اكتفاء ذاتي من قطاع الناشئين اه هنجيب لعيبة لازم طولها بقى طولها وحدش قولك قطاع الناشئين بس انت عندك النهاردة مجموعة من اللعيبة مميزة جدا 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 والحقيقة مع الفريق الاول طبعا فقطاع الناشئين يقدر يقدر يستطيع قطاع الناشئين يستطيع وانا بقولكو هذا الكلام عن ثقة فان شاء الله بإذن الله بالتوفير لعيبة منتخب اللومبي وايضا لعيبة منتخب الناشئين فيه فيه اماجة كمان اماجة 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 دهاني دول في المنتخب وقيشو وعبدون حد كمان يا جماعة يعني اللعيبة دي كلها في المنتخب الناشئين بتاع محمود جبر اللي هو داخل معسكر النهاردة وعنده افريقيا بإذن الله في فبراير بتمنون منتوفيق ان شاء الله بإذن الله جمهور الزمالك اه اوقف مع ناديك نادي الزمالك محتاج جماهيره توقف جنبه وتسنده في الفترة اللي جاية وطارق علاء وطارق علاء منتخب برفع ليك وفي لعيبة كتير وانا قلت اماجة في لعيبة كتير برضا فجمهور الزمالك انت جمهور جميل وتحملت الكثير لكن احنا بقى اننا سنتين بنفرح الحمد لله بإذن الله وربنا يعينكم ان شاء الله ويوفقنا جميعا في مسندة نادي الزمالك في الفترة القادمة انا خلصت كلامي هطلع لفاصل واستقبل نجمنا النهاردة في الفقرة الاولى الفقرة الفنية كابتن احمد عبد الحليم هو احد نجوم الجيل الذهبي لنادي الزمالك في فترة التسعينات تميز بالروح القتالية والغيرة الشديدة على القميص الابيض وجسد دور الجوكر في ابهى صوره بالقدرة على شغل اكثر من مركز داخل المستطيل الاخضر هو النجم ايسان مراي مراي من مواليد مثل هذا اليوم الاول من فبراير من عام 1965 وظهرت موهبته مع المستدرة في سن صغير لينضم لمركز شباب الاميرية وهو في الثانية عشر من عمره ثم الانتقال لقطاع الناشئين بنادي المقاولون واللعب بقميص الفريق الاول لذئاب الجبل على مدار ست سنوات قبل ان يخطو الخطوة الاكبر في تاريخه بالانضمام لصفوف الزمالك واللعب بين صفوفه في الفترة ما بين عامي ألف وتسعمائة وواحد وتسعين وألف وتسعمائة وثمانية وتسعين عصام مراي أحد أشهر من ارتدى القميص الرقم التسعة خلال فترة التسعينات كان ضمن كتيبة فريق الأحلام للفارس الأبيض مع كوكبة من نجوم اللعبة في مصر حيث ساهم مراي في تتويج البلانكو بسبعة ألقاب متنوعة منها خمسة ألقاب قارية بواقع تتويجين بدور الأبطال كذلك تتويجين بالسوبر الإفريقي ولقاب للأفرو أسيوي بالإضافة إلى اللقابين بالدور الممتاز في موسمي ألف وتسعمائة وواحد وتسعين ألف وتسعمائة واثنين وتسعين وألف وتسعمائة واثنين وتسعين ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين واتجه مراي لمجال التدريب عقب اعتزاله وشغل عدة مناصب فنية أبرزها في قطاع الناشئين بنادي الزمالك والعمل ضمن الجهاز المعاون للفريق الأول خلال أربع مناسبات سابقة عصام مراي كان بمثابة العملة النادرة لجميع من تناوبوا على تدريب الزمالك في فترة التسعينات بأدواره التكتيكية المميزة وقدرته على المشاركة في أكثر من مركز مثل لاعب الوسط المدافع والظهير الأيسر كذلك لاعب الوسط الهجومي بالإضافة إلى أخلاقه الحميدة التي أسكنته قلوب جماهير ميت عقبة ليكون مراي جندياً معلوماً وليس مجهولاً داخل الصفوف البيضاء على مدار السنوات من العطاء والإخلاص عيد ميلاد سعيد ينهض البطل سريعاً من أزماته ويشفى من وعكاته في فترة زمنية واجيزة وكأنه الأسد الجريح الذي يزأر في وجه الجميع ويلتهم خصومة هكذا كان حال الزمالك عقب نهاية موسم 2001-2002 والذي شهد تراجعاً ملحوظاً في أداء فريق الكرة بالنادي في الرمق الأخير من عمر مسابقة الدور الممتاز آنذاك وبدأ الزمالك حكاية سبعة ألقاب أسطورية بعناق لقب كأس مصر في المباراة النهائية على حساب بلدية المحلة بهدف للعندليب عبد الحليم علي ولم يكن أكثر المتفائلين من أنصار الزمالك وقتها يعي أن عناق كأس مصر هو بداية لعودة أسطورية للفارس الأبيض على مستوى الألقاب والبطولات فدون أبناء مدرسة الفن والهندسة تاريخاً من ذهب خلال موسم 2002-2003 بدأ باستعادة العرش القاري والتتويق بلقب دور أبطال إفريقيا بصاروخ تامر عبد الحميد في شباك الرجاء البيضاء المغربي ثم الصعود على منصة الذهب للسوبر الإفريقي بعد التغلب على الوداد المغربي بثلاثية تاريخية أما عن الفتوحات العربية في موسم 2002-2003 فحدث ولا حرج عن أبناء ميت عقبة فبعدما ابتسمت ركلات الترقيح للزمالك في مواجهة اتحاد جدة ومنحته لقب كأس السوبر المصر السعودي ظفر الفارس الأبيض بلقب البطولة العربية التي احتضنتها القاهرة في صيف 2003 وعاد الزمالك من جديد إلى استعادة دراء الدور الممتاز بتدويج دراماتيكي بعد منافسة شرصة على اللقب مع غريم التقليد الأهلي وعنق البطولة عن جدارة في المباراة الختامية للموسم في 2002-2003 بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف حسام عبد المنهام كذلك الحفاظ على لقب السوبر المصري والتتويج به للموسم الثاني على التوالي في مواجهة المقاولون العرب بواسطة النجم أسام نبيه صاحب هدف التتويج الغالي وعطل الزمالك قمة الأندية العالمية في شهر فبراير من عام 2003 من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء في حدث مشرف للكرة المصرية والعربية مرحب بحضراتكم مرة تانية عزائي المشاهدين معي ومعكم كابتن أحمد أب حليم نجمس نادي الزمالك كابتن أحمد جاء حضرتك منوارنا ومشرفنا كابتن طارق ديني برد 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 ديني برد برد لا أنا حرام بس يقول تغير نستايل تحبنت المسبلته يعني نستايل آه منوار أبو كبات إزاك طارق إزاك صحيح حبيبي طيب في البداية طبعا ناخد رأيك فيه ما حدث بالأمس بتأكيد طبعا ده حديث الساعة واتحاد الكرة نادي الزمالك قام بالخطوة بتاعته وسجل العيبة على السيستم وده الأهم من وجهة نظري ورفض اتحاد الكرة قيد هؤلاء اللعيبة الثلاثة هكلم بسم الله الرحمن الرحيم دائما يا طارق عشان الناس ما تقولش ان احنا تأخرنا في العملية بتاعت الانتقال دي في العالم كله في العالم كله في خطوات الانتقال دي بتنتهي المباحثات ممكن تنتهي قبل القدمة تقفل بربع ساعة دلد دائية اه بالزبط فاحنا ما عملناش بدعة او ما تعملتش بدعة كانت مفاوضات وخدت وقت جدل جدل فيه لعيبة انت بتجيبها هتدفع فلوس مقابل هتتودي لعيبة اعارات فيه حاجات كتير جدا 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 الاتحاد المصري له ديون عند الاندية كلها ومن ضمنهم نادي الزمالك طبعا واللي انا عرفته لان انا كنت متابع طبعا اه على طول مع الخطوة خطوة بخطوة يعني ان الزمالك قدم شكات طبيعي والكلام ده كلام الطبيعي يعني وبعد دلد الزمالك وحقوقه موجودة في اتحاد الكرة من الشقة الرعية يعني انت واصق ان انت تاخد فلوسك الكلام مفيهش اي جدل طبعا انت قلت حاجة مهمة جدا القصة المصر مرتضى الناس دايما بتحطه في جملة مفيدة هل اتحاد الكرة عمل كده عشان المصر المرتضى فيه خلاف بينه بين اتحاد الكرة اللي باين الناس كده ها او اللي باين لنا كده وهل ده شيء طبيعي يحدث اكيد لا فيه نظام في الدنيا في كرة القدم يحدث هذا الاتحاد كان بيتفتح في اوقات يوم الجمعة عشان لعبة تتأيد يا جماعة وكلنا عارفين القصص دي واخد بالك ازاي وبعدين الاتحادات وجدت كاو شيكاو حاد المصر كدر القدم خمسة مليون جنيه فقط لغير وبعدين نادي الزمالك ده يعني مش شخصية يعني واحد مش شخص ده كيان ده كيان كبير جدا يا جماعة والفلوس بتاعته مضمونة ده واحد تاني ده اتنين مليون يا جماعة انا كنت قاعد والله في المكتب كافرين حمد الشيكات دي تكتب يابني ما بالصدفة يعني يعني انا بقول لك ده شيء طبيعي جدا بيتعمل على مستوى العالم كله ان الاجراءات الاتحاد بيسهلها للاندية صحيح خلاص بالزبط الاتحاد قابل اندية مش كده بالزبط فانا اتمنى انت ابويا يعني اتمنى عشان الكلام اصلا واعدنا نتكلم الكلام الكتير يا طارق ممكن يغلطني او يغلطك او يغلط اي حد احنا مش عايزين نوسط للمرحلة دي ارجو ان الناس تراعي النادي الزمالك ده على فكرة لما انت جدت دلوقتي او الاعداد جاب البطولات اللي الزمالك خدها اه يعني اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله هذا النادي نادي الزمالك اللي انا بتشرف وانت بتتشرف بالانتماء ليه طبعا انه ياخد هذه البطولات هذه البطولات في هذا الجو اللي بيعيش فيه نادي الزمالك طول العمر نادي الزمالك بيعيش كده طول العمر انا يعني ما شفتش نادي بيتحط في هذه على فكرة مش وجود رئيس النادي المستشار المرتضى هو اللي عامل كده لا الزمالك بيتعرض لهذه الحاملات طول عمره طول عمره ومع ذلك بياخد بطولات ودي بطولات حقيقية مش يعني احنا مش بنصطنع تاريخ لا دي فعلا حقيقية فانا باستغرب جدا ان النادي ده في هذه الازمات بيحصل على هذا الكم من البطولات فانا ارجو انا ارجو الناس تعرف ان احنا نادي مصري رافض رئيسي زي ما انت قلت منتخب الشباب هو مش منتخب الناشئين بالمناسبة هو منتخب الشباب والمنتخب الولمبي فيهم حوالي 10 لعب 10 او 13 لعب بيمثلوا نادي الزمالك يعني والمنتخب الكبير فيه كم لعب والاحتراف فيه كم لعب طلع من نادي الزمالك على فكرة انا اخد موضوع امام عشور ده من زاوية تاني خالص اللعب اللي بتحترف اللعب اللي بتحترف دلوقتي اغلبهم من نادي الزمالك يبقى نادي الزمالك اللعيبة اللعيبة الكويسة نادي الزمالك بينورهم ده نادي كبير جدا بينور اللعيبة مع اللعيب اللي هيحترف ده هينفعك في المنتخب اللي هيروح يحترف برة هينفعك في المنتخب عشان تقول انا عندي خمسة بيلعابه برة لا ممكن يبقوا ستة وممكن يبقوا سبعة فنادي الزمالك بيساعدك في ده كمان غير انه كمان رافض رئيسي للمنتخبات في كل الالعاب فنادي الزمالك ده نادي وطني فعلا فلابد ان المعاملة بتاعت نادي الزمالك تكون اهدى شوية وانساعده اذا احتاج المساعدة يعني لما نادي الزمالك يحتاج المساعدة ده شيء طبيعي ان انت تسجل لعيبة وتدفع فلوس وانا بعترف بالدين اللي موجود انا مش انا ولا واحد يعني نادي الزمالك كانت زمالك بيعترف بدين اللي موجود زيه بدليل الشيكات طلعت راحة زيه زي الاندية ورئيس النادي انتقل بنفسه وراح باعت المدير المالي ودير الشيكات لما في الحالة المشكلة هو راح الشيكات موجودة اعتراف من النعلاف له بالزبط طب انا انا اسألك سؤال تأذان هو ليه ليه اتحاد الكورة وافق على يبعت البطاقة البطاقة امام عشور ما هو خارج اهو والسيستم مثلا اه اه في مشكلة زمك عاييه فلوس اه ماشي لا ما ما مش هتطلع مش هتطلعش اشمعي انا طلع امام عشور وما دخلش العيبة دي ما انا بسألك انت سؤالة عندي الاجابة وقلتها بس انا عايز اسألك اعرف رأيك الله ما امام عشور ده مش هي مش ديه جرواتك طبعا طبعا ولا انا بقالف هو هو يعني يعني انا ما بنحبش ان ايه نتاهم حد بانه بسوق النية انا بحبش كده بس في حاجات بتخليني يا اخي انا في وسط هزي المنافسات لما لقيت الدنيا بتتعطل يبقى اقول في سبب لزه لده انت عايز تعطلني ليه ايه انت عايز تعطلني انا خارج من حجز على اموال وكانت مبهدلة النادي ويقاف فترتين قيد يعني لا ده انا كمان الفترة اللي فاتت دي اللي اياه كان في حجز بتاع الممدوع عباس ايه انا بحجز ويقاف فترتين قيد انت طالع من مش ما مطلعتش انت بتعاني ما زلت تعاني صح وان راح الدخل المعاناة بتاعت فرقة بتاعتيم بطل الدوري اللي السلاتين اللي فاتوا بيحاول يدعم صفوفه عشان يرجع للمنافسة عشان يعلي من قيمة هذا الدوري يبقى انت رازم تساعدني في ده بتلاقي برضو الامور بتبقى ضدك انا مش عايز اتاهم حد بانه بيعطى لنادي الزمالك احتمال يكون قاصد واحتمال يكون غазبا عنه ولكن انا بقول الطبيعي زي ما انت قلت وزي ما الناس كلها قالت ان الاتحاد اللي انا بنتميله يساعدني وقت ما كن مزنو صح يساعدني وقت ما كن مزنو في الشئ الطبيعي انت مش هتعمل لي حاجة مش هتعملها لنناس كلها مدام بتعملها للناس كلها اعملها لي صح وقول لي احمد انت عليك دين لو سمحت لو ما عملتش الدين بتاعك وانت هتاخد دينك الاتحاد المصري بياخد فلوسه بص ممكن الامور تتأجل شوية انما هياخدها هياخدها ده شيء معروف فانا ارجو ان الازمة دي تعدي ان شاء الله لان برضو احنا محتاجين للصفقات بيخرج من عندنا لعيبة كويسة بنتعب لغاية لما بيبقوا كويسين الجمهور بتاعنا بيرتبط باللعيبة جدا بيرتبط بيهم جدا وانا عارف ان جمهورنا جمهور عاطفي اوي مع لعيبتو اللي بيحبها فانما اللعيب ده بيجي يمشي بيزعل عليه الفترة الاولينية اوي وده حصل مع مجموعة في السلاتين ثلاثة اللي فاتوا دول ومجموعة كانوا جيدة جدا ويقصروا على اي نادي اوعى حد يقول لي ان اللعيبة اللي خرجت من نادي الزمالك متقصرش على الاداء الفني لا يقصروا يقصروا جامد جدا فعلى ما الامور بترجع لطبيعتها بتاخد وقت فاللعيبة اللي هم كان الصفقات دي اللي من وجهة نظر الجهاز الفني والادارة ان هم اضافة وانا شايف ان هم اللعبة اللي جاية دي جاية من الدور المصري احنا شايفينهم يعني اذا كان شبانة رجلهم في الملعب لا وشايفينهم بقى يعني شايفينهم بيلعبوا ازاي اخر حاجة شبانة بسم الله ما شاء الله يعني انت لو دلوقتي هتدي افضل مدافع في الدور المصري هتدي لشبانة على المستوى الرائع اللي بيقدمه دلوقتي مع اسموح لان انا متابع للماتشات ومتفرق واخد بالك فشبانة جاي رجع نادي الزمالك تبقى طبيعي انت جايب مدافع قوي جدا واخد بالك بالاضافة للناس اللي موجودة جايب بالحد ده انت بتقول ستة وتمانية انا طريق بقى ضد تمانية وعشرة اه تمانية وعشرة سوري انا ضد تمانية وعشرة دي انا ده لعيب نص ملعب هايل بزرق لعيب ممتاز واخد بالك هيفدني في نص الملعب في المكان اللي المدرب هيلعبه انما هو بلاي ميكر كويس قوي بيعرف يجيب جون بيعرف يصنع اهداف ده اللي احنا شفناه وجبناه على اساسه وتمنى من ده لعيب جايب من المغرب وراجل متعود على الجمهور ومتعود على الضغوط فان شاء الله يبقى بشكل كويس طيب انا اسألك سؤالي ناصر منسي اه فضل انا مش ها يمكن انا قلت في القناة على المدخلة يوم ما مضى مهاجم كويس جدا مهاجم مهاجم من اللعب الريئة اوي بيعرف يتصرف في الكورة بيساعد زماله جدا بيعرف يجيب جول مه ففي عوامل كتير جدا 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 جبته عشانها برضو ممكن يكون اضافة فانا جايب صفقات هتساعد الفرقة اللي موجودة دلوقتي وفي نقص حصل عندي ساعدني مش ساعدني انت مش هتساعدني عشان تقويني على غيري انت هتساعدني في الاطار المشروع يعني ده وجبك بس اه وجبك تجاه الاندية انك ساعد الاندية بس ايه بقى السؤال هسألك سؤال لو انت رئيس نادي اه اه وجالك لاعب وقال لك انا جاي لي عقد احتراف برا وعايزة سافر وصمم منه سافر هتعمل ايه هتقعد غزبا عنه زي مصطفى الحمد اه لا انا بتكلم على انت قلتلي هي وجهة نظر في موضوع امام عشور فانا بربط وجهة نظرك بالقصة دي اه انت النهاردة جالك رئيس جالك لاعب بقولك كابتن انا مش قادر اكمل وانا عندي احتراف وجاي لي وبتاعه ودي فرصة عمري وانت حاولت بقدر الامكانك انت يعني تحتويه وتقعده بكل ما ربنا اديك من طرق وامكانات مادية وتدي له اللي هو عايزه وتدي له عايزه والولد صمم منه سافر اه خلال اه طري اه قول لي بقى وجهة نظر في الكصة دي لا هو انا يعني معلش انا زي ما بقولك انا قلت حاجة كده جملة اعتراضية ان احنا كجمهور بنرتبط جدا باللعيب الكويس اللي بيجي للمسا مريكا وابنزعل لما بيمشي واخد بالك يعني انا مثلا لما مصطفى محمد بشي انا كنت زعلان جدا لنقعد في الاستوديو هنا كويس انما اتمنته التوفيق هو دلقتي على فكرة بيدولوا لعب الشهر في الدور الفرنسي اه دور الفرنسي شيء يشرف يعني صحيح واخد بالك ازاي ف ف انا كرئيس نادي او كراجل مسؤول لو جالي اللعيب مش عايز يلعب خلاص هو انت قلتها وانت بتكلم اللعيب مخه مش موجود اه سافر خلاص مش موجود معاي فعال هيبتدي مستوى يقل هنبتدي نخش في قصص مشاكل كبيرة جدا مع الجهاز الفني ومع الدمهير ان الولد ده مستوى كويس وابتدى يبعد عن مستوى لانه في عنده حلم هو من حقه يحلم من حقه يحلم الاحتراف ممكن نقله في حتة تانية ويخليه برضو يبقى عنده محمد صلاح ده بالنسبة له برضو اه عمل راول كل ناسك عمل راول كل اطفال صح كده فانا جات للفرصة ان نطلع فانا بقول انا لو كنت يعني انا كنتها بقى هحاول برضو معاه زي ما عملت ادارة النادي ورئيس النادي لكن لو في الاخر وبعين على فكرة في حاجة حكاية ان العقد يتوسق والكلام ده انت قلت ايه هي رغبة اللاعب يا جماعة خلاص واللاعب مش عايز يلعب سيبك من العقد يتوسق او متوسقش الكلام ده كله انا يعني ايه يعني ممكن ممكن الناس تقولك ايه ده حجة لا لا مش حجة ده رغبة اللاعب اساسي في انه يمشي خصوصا ان انا عرضت عليه هو في ناري الجاية كابتن يمضي ببلاش يمشي ببلاش يعني انا امشي واحد كمان سنت سبع شهور ببلاش وهو مصمم برضو ان يمشي زي ما ولا اعاد غصبا عنه وماخدش منه بتا حاجة وماخدش بلوس برضو زي فرجاني مساسي وعندي حاجة على اموال يعني حاجة بالمنطقة كابتن احمد بص يا طارق امام عشور الزمالك اللي عمله زي ما عمل عملنا كلنا كابتن ولسه الزمالك زي ما انت ذكرت كده حتى قطاع الناشئين موجود فيه يعني خير الحمد لله ولسه هيعمل واللعيبة اللي جاية اللي موجودة واللي جاية من برة الحالة النفسية بتاعت اللعيبة تعلى كورتهم هتعلى والله العظيم بمنطقة البساطة بمنطقة البساطة بس هم كانت الحالة الفنية بتاعتهم وكانش عندهم امل في انهم يفوزوا والحالة دي كانوا عايزين يطلعوا منها طلعوا منها الحمد لله الماتش اللي فات وماتش من الماتشات المهمة جدا زي ما اتكلمنا يا طارق طبعا لان كذبوا فرقة ما اتغلبتش فرقة محترمة خمس سجر الماتش بدون خسارة ما اتغلبتش واخد بالك ازاي فانت اكسبتهم يبقى انت عملت انجاز كويس فنبتدي من هنا وبندعم بنجيب صفقات كويسة تقدر تلعب واخد بالك ازاي يعني فيه لعيبة مكنش ما كانش الناس تعرفهم الممامين جوم اتلمعه وبقى منجوم في نادي الزمالك هيحصل الكلام ده ده النهاردة عبدالشافي وهو عنده 37 سنة انا بكلمه في التليفون اول امبارح يعني انا انا بكلمه انا سعيد انا بكلمه واحد ده ده حاجة محترمة ده كمان بقى ايه لسه يعني بيبين لك انه لسه صغير شيء شيء جميل جدا يعني اللعيبة تاخدوا القدوة بقى صحيح فا اتمنى ان شاء الله ان الامور تيهدف نادي الزمالك والناس تساعد نادي الزمالك في الحاجة الصح طيب يعني انت نجب كبير ولعبت في الزمالك وتحملت مسؤوليات كبيرة جدا جدا والزمالك يا زمال انت قلت له افضل عليك طبعا لما باجي في مكان المسؤول ليه ما بحاولش اساعد الزمالك لكابتن احمد اه يعني انا كزمالكاوي احنا دايما كزمالكاوي كابتن احمد بنعمل ايه بين الدارة اه عم لأ او بتاع الاهلوية انا عاسف طبعا بقول لي يعني بتلاقيهم داخلين بصدرهم جدعان اه جدعان اه بيساعدوا ناديهم ايه طبعا النادي اللي عملهم وعملهم اسماء وساعدهم انهم يوصلوا في المكان ده ام اوعى تفتكر ان انت توصل في المكان ده انسى ما انا قلتك لوحدك اسم النادي اسم النادي هو اللي بيدفعك فبنساعدوا ناديهم انا باعتبار جدعان انت كمان بقى وجبك ان انت تساعد ناديك بس في ناس يا طارق بتخاف في ناس الموضوع بالنسبة لهم خوف معرفش ليه انا بزعل جدا لما يكون واحد يقدر يقدر في الحق يساعد النادي انا ما بقولش انا ما بقولش غير في الحق انا ما بكلمش في الغلط في الحق تقف جنب ناديك بالعكس بالعكس مرحلة لعب الكورة او النجمية بتاعت كورة القدم بالنسبة لنا كل لها انتهت اه فانت اه هو في ناس تقعد تقولك ايه احنا بنتكلم عشان بنشتغل في النادي الزمالك و يعني هيقولك بيقبضوا ومش بيقبضوا بتاعه يعني معلش لما انا رضيت على الحاجات دي ما انا دخل رد جامد يعني انا دخل اتشتم معاك شوية ما كل وحد بيجي تشتم شوية كابتن حد شدر يجي ده لا يعبنا وعلى فكرة وانا قلت انا مش هسيب هنا الا لو الواحد جاله عقل تدريب انت ماني يعني انا مثلا ايه انا موجود في الزمالك قناة الزمالك انت بتحاول تطفشني بتحاول تزهقلي بتحاول تتريأ بتحاول تطلع اي حاجة قد تفتصة زي ما عملت مع خادر غندور زهقت وخالت الرجل قال لك انا ماشي لا ان شاء الله خالت وان شاء الله يرجع بإذن الله ان شاء الله ده جالتها بتتكلم مع 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 قصة تانية انا قلت ان احنا موجودين في قناة الزمالك اه بنحب النادي وبنشتغل في قناة الزمالك اوكي عشان نادي الزمالك هو اللي عملنا طبعا لكن انا مسلا لو جالي تدريب خلاص دي قصة تانية فاهمني لكن طول ما انا موجود في القناة انا شغال لا اوبعين ال ال نازم الناس تفهم احنا في مادة بنقدمها يعني تبتشتغل مقدم برامج ومش بتشتغل بقدم برامج من دلوقتي ده انت كنت بتشتغل مزيع للمباريات من كم سنة فاكر انت تعليم تعليم اه انا كنت بكلم مطلبين مني على فكرة في قناة عالية عمشاد الزمالك اللي من دلوقتي امارات كنت بكلمك اقول لك طريق فاكر انت ف وبعدين برضو مقدم برامج وراجل كنت لعيب كرة كنت لعيب كرة كبيرة فانت الموضوع الموضوع بتاعك اللي انت بتشتغل فيه مش موضوع يعني بدعة باخد بالك ازاي وانا بشتغل محلل بتكلم في كرة القدم دي شغلتك لا يعني سيبك من شغلتي حتى ايا كنت انا با دايما بقول لما احمد ابحليم مع احترام طبعا وتقديري الكامل لشخصك واحتفاظ بالاقاب لما احمد ابحليم بيتكلم بصراحة لكونين بنسمع لان هو له دايما اراء خارج السندوق يعني انا اوصف مباراة او اتكلم في مباراة او اي حد بيكلم في مباراة فاني بيقول العادي والطبيعي دايما الكابتان احمد بتلاقيه خارج برا السندوق في رؤيته للمباراة والله خليك ده كلام يا اخجلني يا اخجل لا والله يا كابت ده حقك ما بتقوليش ليه طيب احنا عدلنا والله انا بقطع فيك برا قدام الناس بسيكال بسطة هي شغلانة تقبل حاجات كتير جدا ان انت تبقى راضي عن الناس بقوله او ما تبقاش راضي ودي على فكرة ما فيش حد اجتمع الدنيا كلها ما اجتمعتش على واحد صحيح خد بالك فاحنا بنحاول نكتهد وبنتكلم في القناة بتاعتنا يعني انا اما باجي حلل بحلل منشط الزمالك ليس ليه علاقة بأي حد تاني واخد بالك انا بقى خفيفة على ده على قلبك مش خفيفة على قلبك عاجب بتاعتك انت فاحنا بنشتغل الشغل لان انا ما انا لو قاعد في المكان ده وما بعرفش اتكلم وبعرفش اقول مش هيقعدوني يعني فيه ناس بتفرج علي واخد بالك ازاي فالمهم النادي خيره علينا كلنا واي حد يعني طريق انا بقولك انا الطايتل بتاعي انا اشتغلت كتير في الامارات وانت عارف كده كويس طبع لما كان حد يجي قابلني يقول لك ابتل نكتب ايه في الطايتل اقول لهم لعب الزمالك القديم وانا كنت مدرب لفرق كتير جدا هناك بس انا كنت معتز اوي بال بال الزمالك بال بال اه الناس عرفتنا من خلال الزمالك يا كتب واخد بالك يعني الواحد بيعتز بي فانا ما كنتش في بصر صاحب منصب قيادي بحيس ان انا اتزنق في وقت واتوقف بقى مع الزمالك او ضد الزمالك وحاجة مع معرفش الشعور لكن انا بقول الشعور ان انت طبيعي جدا انه ده له فضل عليك والنادي ده هو اللي وصلك لهذا المكان قوة النادي هي اللي ادتك الدعم ان انت توصل لهذا المكان وتقعد على هذا الكرسي صحيح فياريت ياريت اذا النادي احتاج لك في الحق اذا احتاج لك ما تتأخرش في الحق لن تكون مقاتل انت عارف هقول لك كابتنى احمد حاجة انا ذكرتها في حديثي اتحاد الكورة السابق اللي هو كان فيه كابتنى احمد مجاهد احمد مجاهد من كفر الشيخ من عندنا محمول بلدياتي يعني واعلى من هو اهلاوي 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 لما جيه توقف حارس المرمى الشيناوي اربع مباريات هو تدخل وخلى المباريات من اربعة لتات قالك ليه من اربعة لواحد علشان فيه مهمة قومية للنادي الاهل ايوه وده على فكرة اه ممكن انا كزمالكاوي افله كزمالكاوي هو ضرب اللي واحد بس انا بقول لك عشان ده مهمة قومية طب انت ليه مبتعملش مع الزمالك كده بقى لا بس احمد مجاهد ما كانش لعيب في النادي الاهلي انا ايش دعنا بكلمك هو اهلاوي هو بيحب النادي الاهلي وده مش عيب لا لا فرق برضو لا 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 غلط غلط لما يكون واحد بينتمي للمكان معين غير لما يكون واحد يعني لو قلت لي لعب في النادي لعب في النادي يعني احمد شبير او مجدى عبدالغاني او اي واحد او عماد متعب او اي حد من اللي بينتمي اقول لك اه حقه ان يعمل كده ويقول كده نعم احمد مجاهد كان راجل في يوم اما فرض انه محايد وشجع حتى لو انت زمالكاوة او اهلاوي مش شرط اهلاوي لو انت زمالكاوة اهلاوي ده المفرض تبقى محايد بالظبط ان المكان ده اللي انت فيه لابد ان تكون محايد ومع ذلك الراجل قال ايه عشان الشنوة هيلعب فيه مهمة قومية فالناس يعني ايه ابلتها اذا كان صح او غلط الناس ابلتها اه واخد بالك فانت لما تكون راجل بتنتامي النادي الزمالك وحب جمهور نادي الزمالك ولما تتحط في موقف فيه مواقف كتير جدا فيه مواقف كتير جدا يا اخي لازم مدام فيه حق يعني انت حاسس ان انت هتخدم النادي في الخطوة دي هتساعد النادي في الخطوة دي في الحق برده بقى ما انا بقولك طبعا انما لا في البطل لا اه طرق فيه ناسك بتساعد اه عنديها في البطل يعني انا لما روح يا كابتن احمد رئيس النادي ياخد بعض ويروح على اتحاد الكورة اه وهناك المدير المالي اه بتاع النادي ومدير الشؤون اللعيبة عشان يسجل ودي خواعد والخواهم بتاعه هو يعرفه اكتر والراجل يقدم شكين واحد بخمسة مليون والتاني باتنين مليون وبعدين يروح اه مثلا من الحساب الخاص لا برضو والأساس احمد عبدالباسط قالك ان هما مرروا على الواتساب بتاعهم نو مجرد ما عارفوا انه مرتل منصور راح اتعاد يقول قالك نو فليه احنا يعني ليه محدش اتدخل بقى كابتن احمد في القصة دي وحاول يقنع اعضاء المجلس بان هما يوافقوا الراجل هو هما قدم شكات وفيه فلوس مش عارف فلوس كراعي وفيه فلوس بتاعة بتاعة ده اسمه الجزيري انا دايما اقول الجزيري اقول ترزيجي ما عارفش ليه والجزيري فاهم طب فيه دمان اكتر من كده ليه بقى انا ما بدخلش اه كزمالكاوي في ان انا اقنع الناس دي اي زمالكاوي وعلى فكرة لو يعني اي حد من برا مش ناسي يكون من الاتحاد اي حد من برا الاتحاد انا كزمالكا اكلم الناس يا جماعة ما الراجل جابش كاتل انا اسمعت ان استاذ ابو الوافا كان موجود يعني وكل راجل كان عايز يساعد وكده طيب ليه مسلا ابو الوافا استاذ ابو الوافا ما حاولش يخنع الناس دي لا لا الراجل برضو هو فرض هو فرض واخد بالك ازاي برضو هما جماعة لازم الناس كلها توافق بص يا طارق عشان من من ايه بص وجودك في مكان وجودك في مكان في اي مكان مرتبط بانتمائك ازا جات الفرصة الناديك المكان اللي انت بتنتمي ليه وقع في مشكلة وقدرت هتقدر تحلها عليك تحلها ده واجب عليك الكلام من الاخر اكيد بس طيب احنا عندنا فاصل ونرجع نكمل حادثنا الممتع مع كابتننا الكابتن احمد رب حليم مرحبا حضركم مرة تانية وكابتن احمد رب حليم كابتن احمد مباراة فاركو اللي جاية ان شاء الله شايفها ازاي وبرضو مباراة الشباب بولوزداد برضو لازل ناخد رأي حضراتك فيها اكيد لا هم طبعا هيبقى مختلفين تماما من الماتشين عن بعض فاركو من الفرق الوسطية يعني دي يعني تقريبا انت اصدق الاهداف هنا مختلف عن هنا طبعا 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 بس انت لازم تسعى للفوز في الاتنين طبعا الفوز على فاركو الاستمرار المسيرة الكويسة اللي في الدوري لا يعني ان شاء الله تبقى كويسة انت اكسبت فيوتشر تكمل فوز ان شاء الله اللي يبقى عندهم من دفاع عشان ابتدوا يخشوا في الموت بتاع الفوز ده مهم جدا ان تعيش حالة الفوز انت كنت تعيش حالة الخسارة وتعادل وطارق العشر استاذ في الحتة الدفاعية دي وانهزامية لا انا بتكلم على تيم نادي الزمالك الفترة انا بتكلم على الفاركو برضو هتلعب تيم معاهم مدرب بيلعب كويس ضد الزمالك بيلعب كويس بيقعد يمتص اللعب وبيلعب على الجمالات المرتدة اوه على فكرة فاركو من ايام المدرب البرتغالي اللي كان معاهم كانوا بيلعبوا برضو بيدفعوا وبيلعبوا على الجمالات المرتدة ما تغيرتش طبيعة لعبهم من طرق العشر للمدرب اللي كان مساعد في ريرا ده اه نفس سلوبه نختلف الجهاز الفني فهتلاقي فرقة بيلعبوا تلاتة تلاتة خمسة اتنين واخد بالك ازاي بيحافظوا على الطريقة دي بقالهم مدة طويلة جدا هم بيعني عندهم ميزة وفي نفس الوقت عيب الثلاث مدافعين اللي وراء بطاق بيتميزوا بالبطاق لكن في الكور العرضية اللي عليهم واللي ليهم في منطقة الخطورة واخد بالك ازاي عندهم لعبك كويسة في مص الملعب وقدام لكن تقدر انت لو كملت بالطريقة اللي كنت تلعب بيها الشوت الاولاني عشان تنهي المباراة انت لعبت ضاغط من اول ديقة في المباراة كان عندك الرغبة في الفوز لعبت اربعة اتنين تلاتة واحد اتنين ديفندر وتلاتة قدامهم والمهاجم لعبتها واللعبة قدتها كويس قوي وانا قلت الشوت وانا قلت احنا كسبنا الشوت الاولاني وحافظنا على المكسب الشوت صحيح فانا ارجو ان الطريق دي ما تتغيرش الطريق دي ما تتغيرش خالص وانا عارف ان اسامة طبعا يعني والجهاز الفني اللي معاه مع اسماعين مع امير هيحافظوا دول بقى ايه جهاز مصري هيحافظ على المجموعة اللي كانت بتلعب وكيس بتلبتش تمام الاختلاف بقى ما بين المطش دا ومطش الجمعة كبنا بوليس داد فرقة جامدة جدا والله اه طبعا فرقة كويسة بطل الدوري السامر فاتت كرة الجزائرية كرة جميلة جدا كرة هجومية يعني هنا انت هتلعب فرقة بالدافع شباب بوليس داد جايين هيلعبوا في استدرق هيلعبوا المطشين في برج العرب اه اه في برج العرب اه فحتلق فرقة جاية بالدافع بالدافع بس الناحية الهجومية عندهم عالية جدا فرقة شباب بوليس داد فعشان كده بقولك هيختلف الماتش المهم المهم الهدف واحد انت طرق الاول معلش تاخدها ايه خطوة خطوة انت عندك حاجة مهمة جدا اللي هي ماتش فارقه بمجرد بالحاكم يصفر ان شاء الله بالفوز تفكر في ماتش بوليس داد لكن الحاجة الوحيدة اللي مرتبطة بالالتنين الفوز الفوز واخد بالك وارجو طبعا ان موضوع القد يعني ينتحل لغاية اه ان شاء الله ينتهي بإذن الله اليومين يجيين دول اه ان شاء الله عشان برضو دول اللعيبة دي ممكن يكون فيهم اضافات لتيم نادي الزمالك اخذ بالك كابتن احمد بشكرك شكرا جزيلا الشرفتين والنهورتين كنت سعيدة مجود معاك النهورتين شكرا طرق الله خلينا شكرا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين وانا استقبل فقرة النقاد الرياضين الكبار بعد الفاصل مع فقرة النقاد الرياضين وفقرة الصحافة الفقرة الجريئة دائما بيشرفني من الاستوديو الاستاذ عمر الدردير مدير تحرير جديد الاهرام اليوم اهلا بك فان اهلا كابتن طارق وسعيد جدا نمعك ومع الزميل المنتصر العزيز اعلم بي وان شاء الله تكون حلقة خفيفة على جمهور الزمالك العزيز يا رب ان شاء الله في كل مكان يا رب ايضا مساعد دقيس تحرير اخبار اليوم استاذ المنتصر الرفاعي انا بك فانطاري ربنا خليك ودائما بيبقى ممسوط مع حضرتك وطبعا سعيد النهاردة مع استاذي استاذ عمر الدردير دردير دردير بلدياتك ودبالك احنا الاتنين من قنة حبيبي منورنا سعيد عمر يعني الاحداث ملتهبة وساخنة وبسبب عدم قيد طبعا قيد لعبة الزمالك برغب انهم هتسجلوا على السيستم وده الاصعب حاجة غريبة جدا اتحاد الكرة رفض قيد اللعيب مبارح علشان في فلوس الراجل دفع فلوس وجاب فلوس وجاب شكات وكلام ده كله وفي فلوس الكراعية وفي فلوس جزيري في حاجة كتيرة جدا وذلك ومع ذلك اتحاد الكرة رفض قيد لعيبة نادي الزمالك الثلاثة في الانتقالات الشتوية والله كابتن طرق اللي حصل ده كارسة بكل مقاييس الكلمة يعني بكل ما اتحمله كلمة من محالي لاني اتحاد الكرة يمكن انشئ سنة عشرين او واحد وعشرين في الحدود دي يعني عشرين تقريبا منذ سنة عشرين للان انا ماسمعتش من اتحاد الكرة مقايتش οحد انا ماسمعتش دي خالص اول مرة اسمع ان اتحاد الكرة يقف امام نادي وما قايتلهش لعيبة حتى لو عنده مديونية ده ما حصلش اصلا يعني حدي يذكرني ان في حدثة زى كده في تاريخ اتحاد الكرة انا لا اذكر ما حصلش اصلا في تاريخ اتحاد الكرة من نشأته للنهاردة ان يحصل موقف زي ده فانا مندهش جدا اتحاد الكورة بيعمل كده ليه مع نادي الزمالك نادي بحجم نادي الزمالك رافض من الروافد الاساسية لاتحاد الكورة نفسه منتخبات اتحاد الكورة معني بالمنتخبات كابتن طالع منتخبات اتحاد الكورة 50% منها على الاقل ان لم يكن اكتر من نادي الزمالك فنادي الزمالك نادي كبير نادي جماهيريته عريضة في كل مكان ما ينفعش يتعامل بهذه الطريقة اهلا وسهلا واحتراما للوقع والقوانين ما حدش يقدر يختلف لكن في النهاية ما حدش خالف القوانين في النهاية في حاجة اسمها الروح القانون حتى لو انا ما دفعتش كنادي الزمالك نادي الزمالك نادي كبير عنده فلوسه وعنده خزنته وعنده امكانياته وعنده كل حاجة فبالتالي مش نادي هيهرب مثلا مش هيهاجه لعبه ويهرب هيجري بعيد نادي زمالك موجود ومستقر ونادي كبير ونادي ليه اسمه وليه جماهيريته ما ينفعش التعامل مع نادي زمالك بالطريقة دي واللي حصل ده شيء غير مقبول من جماهير نادي الزمالك والمحب نادي الزمالك غير مقبول تماما تماما يا كابتن طارق لاني بقولك تحدث لأول مرة اسمع عنه منذ نشأ اتحاد الكورة مسمعناش اني مرضيش يعيد لعب وعايز اقول حاجة طب الاندية الاخرى الاندية الاخرى الموجودة في الدوري كلها دفعت مستعاملات لا ده هم جدول الفلوس وإحنا قلنا زمالك جدول الفلوس برضو زي يا فاند وانا عرف انين ان جدول ده هو اللي بيقول انا عرف ان هو فعلا جدول برافع ليه ما فيه عندها مع كامل احترامي عندها تعصرات مالية كبيرة جدا موجودة في الدول هل دي دفعت انا عرف انين ان دفع وما دفعت ففي موقف ضد نادي الزمالك ماينفعش ماينفعش نادي الزمالك العريق الكبير يكون في موقف بالشكل ده ضده من اتحاد الكورة غير مقبول واي موقف يتخذون عن زمالك لازم الناس تتضامهم معا لان ده فعلا اللي حصل مش مقبول تمام اللي عندي يا أستاذ منتصر هو السبب وراء هذه القصة خاصة ان انت سمحت بانك انت تبعد بطاقة امام شعر عشور ليه ميت لاند طب اللي خارج ده بتسمح له ليه طب اللي داخل ما سمعونش ليه ما دي زي دي نفس الظروب الزبط بتعديه هي دي صحيح فيه مثلا كابتن طريب بقولك اللي عندي ولد الكفر ما حدث من اتحاد الكورة ومجلس الأستاذ جمال علام في وجهة نظري الشخصية بلتجة ادارية وفرد عضلات وحاجة بعيدة تماما عن اللوائح والقوانين زي ما تفضل السيد عمر الدردير وقال انه يعني من وقت نشأة اتحاد الكورة في 3 ديسمبر 2021 اللجنة اللي تولى رئاستها وقتها لتأسيس الاتحاد جعفر ولي باشا ما حصلش انه نادي منع من قيد لعبين ما حصلش انه النهاردة ما عندكش ليحة تستند اليها لقاحة الانتقالات الخاصة باللعبين ما عندكش ولا بند فيها بيقول انه في حالة نادي مدين عايز ايد لعب انك تمنعه الا لو في شكوى من الاتحاد المحكام الرياضية قديمة المحكام الرياضية من لاعب او مدير فني بان لها مستحقات بيوقف القيد زي ما حصل مع اقاف دولة انا جيلك انا جيلك انا جيلك بتعطي الحق للعب انه يلعب حتى لما اللعب بيمشي ويفسك عقد زي ما حصل مثلا في وقاعة كهربا او في وقاعة اللعب اللي بيساب النادي لها اسمه سليماني تغريبا اه راحة النجم الساحل بيدي له بطاقة مؤقتة دائما بيدي له فرصة اللعب لسه احنا ما اتكلمناش على التلات لعب اللي نجز زي ما اتعقد معهم حقهم يا اتحاد الكرة المصري حيروح فين بالحركة اللي انت عملتها دي الاجراء عدم قيد لعب الزمالك اجراء باطل جملة وتفصيلا واي عائل صغير ما بيفهمش في اللواع هيقول الاجراء باطل زي ما حضرتك قلت الموضوع عند والهدف منه عرقلة مسيرة نادي الزمالك وليس شخصانة الامور مع المشهر مرتضى منصور حتى لو النهاردة انت لك فلوس فانت كاتحاد كرة بتتعامل مع مؤسسة رياضية كبيرة بيشجحها قرابة ستين مليون مواطن او مشجعة في مصر بيشجعوا نادي الزمالك وبيحبوا نادي الزمالك بخلاف الملايين عبر الوطن العربي النهاردة انت جاي بتصدر ازمة للكرة المصرية ازمة بدون لازمة انت جاي النهاردة بقولك بتفرض عضلاتك بتبلطج اداريا على نادي الزمالك انت النهاردة كجهة او مؤسسة المفترض انت راعي لكل الاندية انت داعم لكل الاندية لانك انت في النهار المفترض انت عينك على مصلحة المنتخبات الوطنية النهاردة لما تيجي تعرقل مسيرة نادي الزمالك يعني وبتسيب نادي الزمالك بيبرم صفقات وبيتعقد مع ثلاث لعبين نجوم ودفع ملايين الجنيهات وجاي النهاردة زي ما طالعنا بعد التقارير اللي طالع انه الناس اللي بتقول احنا ما نعرفش حاجة ومحدش كلمنا انه فيه جروب الواتساب بتاع اتحاد الكرة لحظة بلحظة بيتكلم انه فيه ازمة في نادي الزمالك والمشار المتدى منصور لم يتحرك لاتحاد الكرة عشان بعض الابواق اللي بتتدعي دلوقتي الفضيلة وبتبحث عن الاخلاق اللي هي دائما راعية للمنافس ودائما بتتحدث عن المنافس فقط ودائما بتكيد وتكايد جمهير نادي الزمالك بتحدث المشار المتدى منصور راحوا كأنه توجه للتحاد الكرة اللي يعمل ازمة المشار المتدى منصور تحرك في عز البرد والساعة والناس نايمة في بيوتها تحت البطانية عشان يحل ازمة خاصة بنادي الزمالك بعد ما اجرت استرات عديدة جدا بالمسؤولين وقارف انه ما فيش قيد طب النهاردة انت جايبي تقول ما فيش قيد لنادي الزمالك على ايه اساس ايه لايه حل استنتله طب انت النهاردة مش المفترض يبقى عندك لجنة انضباط انت رفضت استقالتها برئاس المشار المحترم محمد عبدالصالح هل النهاردة لما نادي يمتنع مثلا هنفترض انه امتنع عن السادات وده ما حصلش طبعا نادي الزمالك خد شكات المشار المرتدى منصور وراح عشان يحل الازمة وعايز يدفع الفلوس اللي انت اساسا بعدت جواب معمم لكل الاندية انت النهاردة مجيتش وقلت والله يا نادي الزمالك انت مديونيتك واحد اثنين تلاتة فعليك كذا فالنادي الزمالك قال لك مش دافع فروح تتلمفترض في هذا الاجراء كابتن طاري الشكات قدامنا المرة المليون الشكات اللي بعتها مشار المتدى منصور اه طبعا اللي كانت واضحة مبارحة وزيعة مبارحة مع الكابتن خالد الغندور يعني شكات مقبولة تتبقى طبعا تتايخ واحد وتلاتين واحد بس عشان نبناء يعني شان ما حالش قولك ايه واحد وتلاتين واحد فوقها اهي تلات عشر تلات عشر بالزبط ودرجة ان مشار المتدى منصور عرض ان نتفحم كمان نجيبه الخاص عشان نحل الازمة المفتعلة كل واحد عليها كم يعني قلت النادي الزمالك سي عليك خمسين مليون سي مثلا عليك خمسين مليون معاني الزميل محمد مراد مبارح الصحفي المحترم باليوم السابع وبيعمل في رئيس المنظومة او المركز الاعلامي في اتحاد الكورة قال حاجة خطيرة جدا في احد البرامج الفضائي قالك ان المديونية ده على ندي الزمالك من الفين وخمسة المديونية ده مش على المشار مرتضى منصور انت كنت فين من الفين وخمسة بتتراكم الاموال ليه هو ليه ندي الزمالك كل ما النهاردة يجيلوا جنيه الديانة يكتروا ليه انت النهاردة عايز تسليبوا موارده ماشي يا عام حقك والله مش حمانة يا زمالك الزعمر حقك بس انت كالتحقر انت ضامن حقك مش ضامن عشان مشار موارد كتيرة بتيجي من الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف مثلا مشاركة دورة عبطالة الزعمر او حاجة بتيجي لك انت وانت اللي بتحاول انت تقدر تحجزها زي ما قالك في فلوس جاهل سيف الدين الجزيري تقدر تحجزها انما انت النهاردة تقولها تدفع دلوقتي طب انت علي اساس قررت انك مثلا من الزمالك تسليبوا 15 مليون طب انت خدت من اسوان كام 100 ألف 200 ألف من كام خدت من اسماعيلي كام ايه المئيار وايه المراية اللي مشيت عليها انك مثلا هتمنع القيد لاي نادي مثلا ما يسددش 15% اشمعني الزمالك بتقول 15 واشمعني اسوان تقول 10 واسمعني اسماعيلي تقول لها 5 انت معملتيناش كلام ده كله واي اتحاد محترم في العالم كله فيه اجراءات بيتتبح انا بابعت لي النادي النهاردة عليك كذا هتقول لي بعت بعت انت جواب معمم لكل الانديه انما ما ممشيش الاجراءات النادي مثلا امتلع عن السداء لا احد الجوابات الخطوات راية اللي راحت بالخصوص الجزيري فلوس الجزيري بالتأكيد مبارح كان كلام مشوه المتحدة مصور واضح في الموضوع ده ولا يعني ولا حصل ازمات ولا حصل مشكلة الرجل منتهى الاحترام والود رايح بيسأل ليه انتم مش عايزين تهيده طب القصتكو فلوس خدوا فلوس ايه فيه شيكات ايه هو فيه النهاردة حد بيشير كارتون فيه عشر وخمساشر مليون الكان البنوك المصرية نفسها بتحدد القيمة اللي بتصرفها لك النهاردة المفروض انت بتقبل شيكات طب يعمل ما فيه شيكات خالص هل جمهور نادي الزمالك ونادي الزمالك يؤقب عشان انت يعني مأموس او زعلان احنا ما تكلمناش على اداء اتحاد الكرة احنا ما تكلم على واقع معينة دلوقتي اداء اتحاد الكرة لو تكلمنا عليه منذ انتخابه في خمسة يناير قبل الماضي يعني بقالهم سنة دلوقتي ودخلين على شهر مثلا لا الاداء ما زيره الاداء زيره احنا مش جايين نخلص عسابات عشان انت عملت كده لانه ده الواقع ونوقش في استيديوهات يعني اعلامية كتير جدا انا بس عايز اقول لك حاجة المفترض كاتحاد كرة بتخطر النادي عليك مديونية كذا ما سدتش والله في حاجة اسمها لجنة انضباط بتقول لي لجنة ترخيص انت مش بفعل حاجة في لجنة الانضباط استقلت وانت جددت لها ثقة طب ايه دور لجنة الانضباط وانت النهاردة مصطبت نفسك الخصم والحكم في نفس الوقت روحت صح من النوم واخد قرار لا مش حاجة لنادي الزمالك يبقى ايه دور لجنة الانضباط طب لجنة الترخيص اللي ادت نادي الزمالك رخصة وانت قلت انه لا مسدد مديونياته وشارك في دور الابطال افريقيا فينها طب النهاردة فيه فيه لجنة بتقول لي اصلا هعمل لجنة القيم والاخلاق انت راجل كان عندك جامعة عمومية وفي 9 ينار اللي فات كلمناهم بالتليفون ما تجوش ده الدنيا حلوة زي الفل حتى ما فعلتش دور جامعيتك العمومية ايه تجيبها وتقول له والله ده انا عايز اعمل لجنة اخلاق وفعل دور مش عارفة لجنة ترخيص وتنتشل الكرة المصرية من عثرتها الكتير جدا اللي منعكس على نتائج المنتخبات الوطنية بتفكر في تصدير مشكلة لنادي كبير بحجم نادي الزمالك دون مراعاة لمشاعر جماهير نادي الزمالك دون مراعاة لتاريخ نادي الزمالك دون مراعاة لإسهامات نادي الزمالك كرافة اساس للمنتخبات الوطنية دون مراعاة لمصلحة التلات لعيبة اللي تعاقدوا مع نادي الزمالك واترفعه من على السيستم يا كابتن طارق اترفعه من على السيستم كم مرة يعني النهاردة اسموحها في منطقة اسكندرية شال اللاعب بتاعه شبانة اللي قطع عيارته بنادي الزمالي ومنطقة أسوان اتشال منها أحمد بالحاج ومنطقة القاهرة شالت اسمه ايه ده ناصر منسي بتاع البنك الأهلي والمشار المرتضى مصر أبرى مع عقود وحطها تحطت على السيستم ومنطقة الجيزة عدت وبرو كل دي الخطوات وانت اتحاد الكرة الجايف اللي اخر عشان مش عايز تتخضر البتاع عشان مثلا الناس قاعدة ومش فاضي وكله على جروب الواتساب كان شايف وكله كان مشاهد المهزلة اللي حصلت مع نادي الزمالي والمشار المرتضى مصر لو الموضوع راح للفيفا اتحاد الكرة ده حتتح وكمان الحاجات دي كلها موثقة ومتصورة فيديو وصوت وصورة زي ما قال المشار المرتضى حيه ومبارح وفي حاجة مهمة جدا يا تصوص عمري يعني انت المفروض كاتحاد كرة ليه مبعدتش مثلا في بداية يناير يا جماعة اللي عنده فلوس حيجنادول الفلوس متبعدش الخطابات الرسمية للاندية ليه واستنيت لغاية اخر لحظة ها وقلت مفيش ده انت عليكم فلوس طبع انت من الاول خاص من يناير ادي فرصة للاندية انها تجهز نفسها وتبدأ تجادول فلوسها وتشوف مواردها فاهم قصدي كنا جبنا اللعيبة بدري يعني انت النهاردة شبانة دخل النادي اول امبارح والاخ البرحاج امبارح سمعيني فقصة فعبال ما ترفع من السيستم ده ويخش على السيستم بتاعك وانت بتعمل العقود وتفع مع اندية فيه فيلم بتعمل يعني قصة ما هيش جاد والد الصدفة يعني هو فيه جواب معمم اتبعت للاندية خده بالك وكذا بس ده مش قانون يعني النهاردة قال النادي زبالك ما عرفش عليها كام فالنهاردة المفروض اعرف عليها كام في حالة ان انا مثلا جيت قلت لك انا ممتنع عن السادات انت متاخدش قرار تظلم به نادي الزمالك وتوقف القيد لنادي الزمالك وانت تمتلك قلية الحصول على مستحقتك المالية وفيه طالب بيتحرم من الامتحان عشان ما دفعش المصاريف اه طبعا انا دي اللي باتكلم فيها كابتن طارق انت ممكن متقولوش نتيجتك ايه لكن عمرك متتحرم وانيخش الامتحان لو ما دفعش المصاريف ده قانون يا كابتن وزي ما انا قلت لحضرتك مرارا وذكرارا كابتن طارق ان من سنة 1920 لما كو ان اتحاد الكورة للنهاردة ما حصلتش فليه بتحصل 21 بطولة كاس مصر اول بطولة فهو تكون قبله فعايز اقول ان ده ما حصلش ليه حصل المراضي وإيه السبب ولما انت بتقول ان فيه مديونية من 2005 ما فيش مشكلة اذا المديونية قديمة طب ايه اللي فكرك دلوقتي انك تفعل الموضوع وتحط العودة في المنشار لا مش اقيد الا لما تدفع المديونية اللي يا قديمة جدا طب نا جاي زي ما مضوع عباس الفلوس دي بقولك من 2008 طب انت ساكت من 2008 جاء تتكلم في 2020 ولا 22 ازاي يعني ما اتكلم عليه فالموضوع مش مسألة الفلوس حتى لو ليك فلوس عند نادي الزمالك ما فيش مشكلة ليك فلوس هتاخدها 100% لان دا نادي عريق من 1911 مش نادي هشيله النهاردة وهلغيه ولا مش هيبقى موجود لا دا نادي عريق نادي موجود رافض من رافض المنتخب زي ما قلت والمنتخبات القومية بمختلف اعمارها رافض مهم جدا نادي الزمالك فانت نادي مش هتحرك مش هيمشي النهاردة ولا بكرة مش هتيجي بكرة متلاقيش نادي الزمالك مش موجود صحيح نادي زمالك من 1911 موجود طب نسمع رأيي لسيد احمد ابراهيم مدير المالي النادي الزمالك اللي كان متواجد برففتحات الكورة عن هزي القصة سيد احمد ازاي حضرتك ازاي كابتون طور عامل ايه حبيب تمام الحمد لله بخير ابو احمد هل في خطابات جات لكم في نادي الزمالك بخصوص المديونية دي والمديونيات قال لك عليكم مديونية هل ادفعوها ازاي ادونا مسلا معاد في جدولة هل جالك جواب بهذا المعنى لا لا احنا ما جلناش اي حاجة من اتحاد الكورة خالص لا لا خالص ولا جدولة ولا نيعرف اصلا المديونية اللي علينا كم ولا عن جدولها ازاي ولا عن اعمل فيها ايه ده كلام اه اتكلم بجد اه والله ما جلناش حاجة احنا احنا بيقول لك اه بيدفعو ما فيش طول عليك كم يعني ما اخترقش اتحاد الكورة ان هناك مديونية عناد زمالك ولن يتم القيد اللعيبة الا ازا دفعت الفلوس دي خالص ولا جدنا اي جواب اصلا من اتحاد يقول الكلام ده واتحنا اتفاجئنا اصلا من الكلام ده امبرح اتفاجئته اه ام بالفعل اه 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 انتو خدمتو الشيكات واترفضت اه الشيكات بتاعت نادي الزمالك فعل كنا عاملين شيكين امبرح اه اه انا كنت قاعد وتتعمل ودخلت انت انا كنت قاعد موجود في المكتب ايه 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 اللي انت شايفه سبب في هزا الكلام يا ابو احميد وانت كنت متواجه في اتحاد الكورة امبرح وشفت الحدث تماما يعني والله يا كابت انتاري انا مش عارف ده ايه سبب هزا اتعانو انا مش عارف بس اه هو القصة كلها ان احنا لا نعرف مديونية ولا نعرف جدولة ولا حد اتفع معنا على جدولة ولا حد جانا من اتحاد الكورة يقول لنا احنا علينا كم ولا الكلام ده خلص انا قريت البيانة على فكرة عايز اخد رأيك فيه ان يتم تم جدولة جميع جدولة مديونات جميع اللعيف جميع الاندية مع عدد الزمالك طبع انت جدولة الاندية اه اشمعنا الزمالك مع حدش خطبنا لو حد خطبنا كنا اكيد هنعرض على المستشار وعن جدول وعنمشي في السادات بس ما فيش كلام ده ده احنا بعطنا لهم خطاب بنقول لهم احنا عايزين نعرف المديونية عشان نبدأ في الجدولة واحنا على تمن استعداد للسادات. رد ولا لا? انت بقى ان الجدولة لا لا ما ردوش. كمان. ده الجواب ده اتبعت انت يا ابو حمين? الجواب ده اتبعت من فترة. كمان. المستشار حتى هو اللي مؤشر عليه وهو الاي اللي احنا نبعته. تاريخ كم ده يا جماعة? شوفونا ده انا مش شايف من هنا. اه يعني ده جواب قدامك يا جماعة مبعوط لانتحاد كرت القدم. النادي هو اللي بيطلب. احنا بمطو المديونية. وبنطلب الجدولة. يعني بيطلب ابتحاد الكورة بيطلب ان المدينة المالي بتاعنا يقعد مع المدينة المالي بتاع التحاد الكورة عشان يشوفوا القصة ايه? بالضبط. اه احنا اللي بنطلب انا بقولك انا اللي باطلب كالنادي زمالك صح ابو احمد? بالضبط بالضبط. بزبط. مجالكش اي بقى رد على هزا الخطاب. مجاليش رد لا لا مجاليش رد على الخطاب ده خالي. اه. يعني انت طالب هنا انك انت تحدد القيمة بتاعت المدنية وتجدولها ازاي. بالزاف. ونعرف القيمة ايه وعبارها عن ايه. محدش رد. لا لا مجاليش رد خالي. تم ايه. ابو حميد بشكر لك شكرا جايين احمد ابراهيم مدير المالي نادي الزمالك اه يعني ده الزمالك هو اللي بيسأل يا سيد عمر. اه طبعا لا. يعني انا انا علي مسا قلت علي فلوس. انا بسألك انت مرضتش حتى علي. جاي تقفل قيد مبارح. انا بقول في اه خطأ اداري جاسيم في اتحاد الكورة. اه. فنادي الزمالك ما يدفعش اه 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 ما يدفعش تمن الخطأ الاداري اللي موجود في اتحاد الكورة. في خطأ اداري ان انت المفروض فيه عندك مديونية بتبعت لجدولتها وبتبعت المديونية قيمتها كذا وهي كانت عن كذا. خصوصا ان زي ما انت بتقول مديونية قديمة. صح. فطالما مديونية قديمة اكيد انا كان هادي مش عارفها هي ايه. فانت تتفصلها لي وتقول لي تفاصيل المديونية ايه. والمفروض مطلوب مني كام. او اجدول ده على بشكل ايه. او المدير المالي يقعد مع المدير زي ما زي خطاب نادي زي ماك مطلب. ده الخطاب ده مهم. ان انا انا بطلب منك قول لي مديونيتي ايه وتفاصيلها ايه. واجدولها ازاي. ده ده الطبيعي جدا. صحيح. فده خطأ اداري من اتحاد الكورة اني مردش على جواب زي ده. انا انا بطلب منك قول لي مديونيتي. صح. انت مردتش على الخطاب. يعني اذا في خطأ اداري ما يدفعش ثمنه نادي الزمالك. صح. انت كده بتدفع نادي الزمالك وجماهيره العريقة في كل مكان بتدفعه ثمن اه مش ثمنه يعني. انا ايه علاقتي. انا راجل بشجع نادي الزمالك وبحب نادي الزمالك كجمهور. ايه بقى علاقتي ان ان خلافات شخصية تحولها لي ان في النهاية ان انا مدفعش. المشكلة عندك. يعني حل مشاكلك انت الاول. حل مشاكلك بمعنى حل مشاكلك الادارية. انت بتجيلك جوابات ما بتردش عليها. كالتحاد كوره. فما ينفعش. في خطأ عندك بدل ما تعاقب موظفينك اللي عندهم مشكلة انت بتعاقب نادي الزمالك انك تمنع عنه القيم. تمام. فده طبعا خطأ جاسيم يعني. استاذ منتصر المفروض اتحاد الكورة ابو الاندي. مفروض. انا رحت الابويا بقول له النبي انا مثلا انت اه لك عندي فلوس انا اه تلاتة ارش ادي ارش اهو. والارشين جادوا الهملي. بشكات. هو مرضيش. ابوك مرضيش. يعني موقف غريب جدا. دي نمر واحد. نمر اتنين. انت جدولت الغيري. يعني انا عايز اسأل هل الانديا اللي راحت دفعت جزء من المديونية كابتال منتصر دفعت كاش? لا طبعا. يعني انا هاخد اتنين مليون جنيه في شانطة. وروح بيها. مش حامش بيها في شارع. ازا كان المفروض ان اقصى حاجة ممكن تعام بيها خمسة مليون جنيه. البنك المركزي ممكن يطلع خمسة مليون جنيه بس. بعد كده كورسان طيب. طب انا هجيب لك العشرة مليون منين? بسها كابتال طار. الفيفا احن على اللاعبة والانديا في جميع الحياة العالم. من اللي عمله تحضر كورا ده. يعني الفيفا النهاردة كهرابا ده لما اخلب باتفاقه وبعاده مع نادي الزمالك في عشرين تسعتاشر. وراح افش اقعد له تلات شهور ولا افش ولا افش على رأي الكابتال مجدى عبدالغاني. تمام? باللغة البرتغالية. تمام? ام. قعد تلات شهور واعد مستنى النادي الالف عشرين عشرين. قعد يقول له اه ابتدى فيه درجات تقاضي. بتروح للمحكمة الرياضية بعد كده بتروح مش عارفة الانضباط ولا الكاس. المهم في درجات. لحد ما وصل قال له يا ابني عقد الزمالك سليم وانت قدامك خمسة واربعين يوم يتدفع يتتوقف. مهلوش والله البس في ست في ست شهور على طول. ما قالهوش كده. ما صحيش منهم الفيفا. قال له يا كهرابة انت ابني عادة كده. فانا مش حتى مش هزبر عليك خمسة واربعين يوم. راح واخد الست شهور. طب بعد الست شهور كلسه في احداشر يناير. الفجوة دي اللي حصلت اللي هو بيلعفة دلوقتي راح مدي قرار تاني اثنين فبراين. لعزوا وصلوا انه النهار ده يا عم اتحاد القرآن انا نادي الزمالك عملك مدنيه علي. وانا معيش فيلوس خالص. وانا نادي جماهيلي وانادي شعبي ورافض اساسه البتاق. تساعدني ولا تقتني? اساعدك طبعا. طيب. انت اتحاد الكرة. انت اتحاد الكرة طبعا. ده الاب يا جماعة الاب ما في ناس ما بتعرفش قيمة الاب يا كبت. في ناس للأسف قاعدة في اماكن ما يعرفش يعني ايه اب. ما يعرفش يعني ايه دور الاب. ما يعرفش هو يعني هو مش عارف دور الاب للمنتخبات الوطنية. هيعرفه ليه كنادي. اكيد لا الموضوع صعب يعني. بس انا عايز اقولك النهاردة يا عم انا ما دفعتش. تيجي النهاردة تحرم تلت لعيبة. ولا انت حاط يعني السيناريو اللي بيتردد. اصلا احنا مش عارف عن نعمل قرار مجلس ادارة. ونستسني. ونرجع ازاي. اه. يعني الان دي اخدت فلوس. وابضت. انا انا اشتاها دي. وخدت فلوس. مالنا انا جايلك. لا. يبقى انت هنا جاي مترد. انت رفعت اللعيب من على سيستم من عند سموحة مثلا. ده من ثلاث مناطق يا كابتن. من عند اسواء. ترجعوا ازاي. لا لا. وسيستم افل. يعني انا هتجنن. كابتن. ده ثلاث مناطق. ده ثلاث مناطق. مطقة اسكندريا. مطقة اسوان. ومطقة القايرة ترفع. وفي المنطقة الرابعة الجيزة ابلت. ونادي الزمالك سجل اللعيبة وترفعت على السيستم. فاضل على الزرارات. عشان تدوم البطاقة بتاعتك. بزر. انك نهاردة لو انت روح تقدم تشاكه في الاتحاد ده. آآ شكرا. النهاردة انت ازاي بتحرم ثلاث لائبة النهاردة. او بتحرم نادي من حقوق. عشان ليك مديونية. انت قرد ضمنها. يعني بقيدة عن المشهر مرتضى منصور والشيكات. وكل حاجة حطها في اتحاد الكرة. كضمان. عشان ينهي الازمة. وقال لهم خد فلوس الجزير. وخد فلوس من الشركة الرعية. وكل الضمانات. انت كمان كالتحاد الكرة قرد فلوس الزمالك بتجيلك. من الاتحاد الافريقي من اي جهة. تقدر تحجزها. او تقدر من الشركة الرعية يقول والله انا ليه مديونية عند نادي الزمالك كزا. يا عم لك مديونية حقك. مش هقولك مش حقك. بس اللي مش من حقك. انك انت تحرم نادي كبير جدا نهاردة من ثلاث صفقات. هو بيبرمها. والناس بتقولك هو مستني اخر وقت. هو النهاردة انا بتفاوض مع احمد بالحاج. هو انت اه التفاوض ده سهل. ولا مع ناصر منسي. مش ليه خطوات. جيه خلص في اخر يوم. زي كل الاندية بتروح يوم واحد وثلاثين. في اخر وقت بتلاقي التكدس. على السيستيم. كله عايزي الحياة ده ابل واحد وثلاثين. وإلا ما كانت الناس كلها يوم عشرين خلصت بقى. طب ما بيقولوا من الفين وخمسة المديونية دي. طب ما احنا ايدنا يا جماعة عمر السيسي وايدنا من ثلاث شهور اللي فتر الصبفة دي. عمر السيسي ومصطفى شلبي والزناني. انت عندك لايه في الناشيين نتايد لك في الفترة دي. طب ما ما قلت ليش لنا عليك فلوس من ساعتها. او 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 انت مسلا ما تعنتش معي ليه وقلت لي مش هايد لك زي دلوقتي. فيه ناشي. سؤال بس برضو يعني انا انا هتجنن يعني بصراحة. فيه اسئلة كتير جدا انت رحتها في الانترو. يعني ارجو نلاقي اجابة عمد الناس المسؤولين الحقيقة. فيه ناشي كمان يتايد لند الزمان. امام عشور انت طلعته برا. ولا على هواك انه يطلع. اه. اكيد يعني امام عشور هو اللي طلب. ما عايز يهدك. ولا زي زي حد التاني طالع يقول لك كسل امام عشور اه من حق يفكر في مستقبله. ولما طلع المدير الكرة بتاع الناد المنافس قال له كسل طلعه بيان برضو في توقيت. بيصير يعني الفتن يقول لك كسل الشناوي بيحب الكيان بتاعه. قال لك ده الفرق وده الولاء وده الانتماء. هو انتوا عايزين احتراف لمصالح الكرة المصرية. وعايزين يبقى عندنا بادة زي منتخب المغرب. من الثلاثة وعشرين اللاعف في كاسل العالم في واحد وعشرين محترف. ولا عايزين الناس نوعد خليها. نوعد تقليل جنبنا. ايه اللي عملتوه للكرة المصرية. انا عايز اسأل سؤال. تمام. وبعدين الناس تقول لك مش المرتضة منصور بيتكلم. مش عارفك في الكرة ليه خليه في الادارة. طب وانت حضرتك الاعلام الفلاني ولا العلالة والا. ايه علاقتها بالكرة? فتتكلمه فيها. فيه برامج توك شو بتكلم في كرة. ليه برامج توك شو بتكلم في كرة. ما لهمش علاقة حاجة. انا مش. ما بشك. مسؤول النادي او رئيس النادي ما يتكلمش في كرة. والبرامج توك شو هي تتكلم في الكرة. تخيل. وبتحاسب. يعني انت الناس دي اللي بتفرح لما الاهلي يفوز. ليه كلك معروفون بين لليس واحد وقت دلوقت بيت مصلحة نادي الزمال كهمك ومصلحة نادي الزمال وبتتحدث عن سلزمالك ليه تأخر وليه ما تأخرش على فكرة لازم نورك للأهل النهاردة كسب أوكلاند سيدي في كاس العالم الأندية دي ما لاش علاقة بأي حاجة تانية يعني فهم مبروك للنادي الأهل وجماهيره طبعا كابتن أه بس أوكلاند سيدي ده بصراحة المفروض يعني محترمنا للنادي الأهل المفروض في العالم الأسدي فرقة عادية جدا ده الأهل يكسب 8 نهاردة ده كل سنة بتروح بتصعد يعني أنا بشوف أنه في عندنا في مصر عندنا مركز الشباب أقوى من على ده الكارو وأقوى من أوكلاند سيدي ده تمام أستاذ عمر الاتحاد الدولي طيب ماشي معنا الأستاذ أحمد إبراهيم بقى ده بقى أحمد إبراهيم وفيه اتنين أحمد إبراهيم في النادي أحمد إبراهيم ده المسؤول القيد ومدير شؤون اللاعبية اللي هي نادي الزمالك كابتن أحمد أهلا بيك أطع الخط أحمد أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم القاتل القاتل بدير نحاس طيب أطع الخط أستاذ عمر عبد ما يرجع لنا أستاذ أحمد إبراهيم الاتحاد الدولي ما أخترشي اتحاد المصري بأن هناك مثلا مدينية عز مالك عقوبة عز مالك عمل معاه بحنية يعني وقفوا ست شهور لكن لما جي معادة الإقاف التاني قال له خلاص بيديله مهلة يعني طيب الهارب بتديله مهلة رجع لنا تاني صاحب إبراهيم مدير شؤون اللاعبين بنادي الزمالك سيد أحمد إزايك كابتون طار إزاي حضرتك عامل إيه إزايك حماد عامل إيه قبر حضرتك يا كابتون مصري أنا يمكن أسألك شوية أسئلة أنا سألتها للناس يعني أنا النهاردة هل من حقي كالتحاد كورة أوقف قيد لعيبة لنادي بدون أي شكوى من أي جهة أخرى وبدون أي حاجة وبدون أي حكم قضائي آه يعني مفيش محكمة رضيئة إيطلك كذا مفيش مدرب يشتكل في حال الدولي مفيش مفيش كل القصة لليك فلوس وأنا جيت أديك الفلوس إنت رفضت فضل مفيش حتى اختار إن أنت أصلا هيحصل لك حاجة يعني مفيش حتى حتى قال إن أنت يا جماعة لو الفلوس ما تدفعتش مش هيحصل قيد لأ مفيش أي حاجة تقالت من الكلام ده مفيش أي لتر مفيش أي تحذير مفيش أي حاجة جات لنا حتى وقال على الإيميل يعني أنا الإيميل بتاعي هو هو اللي بستقبل منه كل المخاطبات اللي بتيجي من الاتحاد الكورة مفيش أي حاجة جاتك خالص يعني بيبعثوا لي كل حاجة الغرامات بيبعثوها لي موعد المباريات كل حاجة بيجي ده أنا على الإيميل مفيش أي حاجات لخالص في تسوى القيد خالص موضوع القيد ده عمل من بداية الموسم لما عادنا كابتن أمير راح قعد مسؤولي للاتحاد المظري في موضوع المديونية قبل ما نعمل رخصة النادي قبل ما نعمل رخصة النادي سوينا كل المديونيات اللي عن نادي كان فيه فلوس لنادي ماريتمو دفعناها كان فيه فلوس لكريم كان فيه لعب عندنا اسمه كريم الحسن كريم رقفة كان ليه فلوس كان فيه محمد ناصف سوينا معا كل دول سوينا معاهم والتحاد القرى برضو المسؤولين كابتن أمير قعد معاهم وتفاهم معاهم على جدولة معينة أو أن هو هيقعد وكانوا برضا عندهم خطأ في حساب الأرقام كان فيه 28 مليون جنيه ده اكتشفناهم فيها وقعدنا معاهم وطلعنا الخطأ دوت وققروا فيه وعندنا ما يفيد بالكلام ده والمديونية فعلا نزلت متساعتها سبعين نزلت لتسعة واربعين الفرق دلوقتي نهاية تلت تسعة وستين لتاني علشان قيد اللي هو يناير اللي فات دوت كان عندنا مشكلة في موضوع الحسابات البنكية والكلام ده فأصلا المديونية قيدة دراسة يعني مش حاجة مش حاجة أنا مزم بها نادي دلوقتي يعني أصلا ممكن دلوقتي قطعا على المدينية دي كلها وخش معايا بقى يعني في قضاء ونستنى بقى لحد ما تتصل فيها محكومة عليها حكم نهائي إنه هو يوقف القيد ده غير تحذير كمان موقف اتحاد الكورة شابتن اتفضل إن يعني بقناعا على اللوائح اللي احنا بتجنى من اتحاد الكورة بالنسبة للمنصورات فإن أنا عايز أنا دلوقتي البند لو أنا قريته هيقول فترات التسجيل فترات التسجيل مش فترات القيد فترات التسجيل للأنبية من 1 يناير ل31 يناير أنا كنادي بقى بحط اللاير على السيستم أو بعمل له إضافة بيبقى اسمه مسجل أنا كده كنادي أنا عملت اللي علي دوناء على اللايحة إنت اتحاد الكورة بقى منوت إن هو يقبلها الساعة 11 ونص يقبلها بقى الساعة واحدة دي مشكلته هو مشكلت أنا عايز يقبلها تاني يوم دي حاجة على مسيوليته هو عايز يرجع لهوت شوية المهم إن أنا حطيت اللاعب في التوقيت المناسب أنا حطيته في التوقيت وإلا ما كانش دخل على القايمة لو ما تحطش في التوقيت مش هيخص كلمة الايكون اللي أنا بادوسه عليه عشان نعمل إضافة ما بيظهرش أصلا لما التايمير بيختفي حتى دلوقتي أنا ما قدرش أمسح العيد يعني أنا كنادي هخش على الساكم دلوقتي ما قدرش أعمله دليل هو خلاص عالقايمة خلاص آه هو خلاص عالقايمة أنا كنادي وطمعا المسؤولي اتحاد الكورة يعرفوا الكلام ده كويس وهم عارفين الكلام ده كويس أنا أصلا يعني أنا معي حالات أنا معي طمعا البتاة طمعا وكده إن إحنا ضعيبة كتير تأيدت واحد عزين يناير السنة قبل اللي فاتت واللي قبل قبلها واللي قبل قبلها وآآ والتحاد الكورة آآ عمل أكساب يوم ثمانية فبراير وأنا معي ممكن أبعطها الحقيقة دي الوقت بعتها برضو نعرض عشان الناس تعرف إن إن الناديس زمانك بتعرض لظلم يعني لا يعني إحنا حتى لو كان في أي مشكلة أو أو كانوا فعلا عايزين يعني هم فعلا لو عايزين يعملوا كده ودي حق وماشي هنقول حقهم وجلهم رئيس النادي لحد اتحد الكورة يعني دي حاجة مفروض بيبقى فيها قطيمة كبيرة النادي الزمالك ومعه دفتر الشيكات بتاعه وقال لهم أنا عطيب لكم دلوقتي أنت عايزين الشيك مقبول الطف النادي محبوز عليه أنا مش محبوز عليها وكتب الشيك ويساب لهم الشيك وفجأة تليفونات بيتيجي والناس بيتيجي الكابتن وليد لا بيقول لنا لأ أنا مش هينفعها بالشيكات فبليه مش عايزين بقى أنت مش عايزين يعني فيه بقى سوء نية كده ايو ايو يعني لو احنا مفروض احنا بنتعاون احنا مؤسسين اتحد الكورة دي مؤسسة كبيرة نادي الزمالك ده نادي من أكبر في مصر وفي أفريقيا المفروض بيتعامله يعني مش هقول لا احنا بقول يعني المؤسسات بتوقف جميع بعضها أنا ما بتعنتش معاك وحاول أني أوقع فيك أو العكس المفروض الرياضة أني أنا سند للأقدامي مش أني أنا أقصر في الأقدامي يعني الإجراءة ده غير قانوني يا أحمد الإجراءة غير قانوني طبعا غير قانوني طبعا تماما ومضد اللوايح الاتحاد الدولي والابتعاد لا ضد لوايح الاتحاد المصر قبل ما نروح الاتحاد الدولي لا اللايحة نفسها ما فياش ولا بندي لا أنا أنا هرجع لللايحة بقى ما أنا عايز أقول له اللايحة معانا وقلناها على جبناها يا كريم على الشاشة اللي هي المراحل السنية دي بالقديو وكذا لا مش مراحل السنية كابتن يا في اللي هي يعني أبعط لحضرتك بص يعني معايا يا أحمد أنا اللايحة بعتها الكريم حمد آه اللي يعني بص حضرتك يعني ما شاء فيه اللي هو الفترة التسجيل التانية رقم بيه أيوة في المنصور اسمها فترة التسجيل ما فاسمها فترة التسجيل اسمها فترة التسجيل التسجيل آه تكون اعتبار من الأحد واحد واحد وحتى الثلاثاء واحدة وثلاثين واحدة وثلاثين واحد آه اللي هو اللي احنا فيه ده اللي هو كان هي معانا قدامنا على الشاشة هي دي آه وذلك بجميع الأقسام والمراحل السنية هنا بقى مش احنا أيدنا لاعب ناشئ حرس مرمى امبارح آه احنا طلبنا الطاقة دولية لحد كمان مبارح من الكويت ايوة لعدهاوي امم سايم النادي اشتباب وابعتنا الطاقة امام عشور وكان فيه الطاقة لعيه اسمه الغذيري جات طب أنا كاتقان أنا الوقت وكله ده اه 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 اتعامل ده منطقة شغالة هو يا جماعة منطقة شغالة هو ما لنته يعني أنا أنا كنادي ما عنديش شك بقى يعني اللطقة شغال ومقفول بقى يبقى محلي ودولي رفع ليه لا لو ما اقوفي عالكل بقى على كل مراحل السنية بتاعتي وكل حاجة اه لكننا بابعت بطاقة وببيض بطاقة دولية ولحد الساعة 8 بكلم كابتن وليد ابعت بطاقة كابتن ابعت بطاقة كابتن وليد بقى لازمك عايزين ابعت بطاقة امام عشور بعتها فقال لي هنعملي في المديونية طوله احنا عندنا فلوس عندنا فلوس في الجزيرة يا كابتن الكلام ده في التليفون الساعة 8 يعني ده 8 قبل بقى 11 دي ما امتيجي اه من بدر يعني اه انا جاي لحضرتك هنعمل ايه قلت له طب يا كابتن احنا يعني سيف فلوس جاينا بتاع تليفة دي ايه رأيك اعرض على بشوست الكاف يا احمد بتيجي على اتحاد الكرة قول يا احمد معلش قول كمل يا احمد قلت له يعني قلت له ايه رأيك يا كابتن ان انا يعني اعرض على البطاقة المرتضة ان هو يتيب لك انا عارف ان هي القلوب بالدولار بس عادي ممكن هتتحول وكده فقال لي طب استنى اعرض عليهم على المجلس ولا يعني اعمل ايه قلت له طب يعني برضو الوصول مرتضة واقول له حالاتنا يا انا ما عنديش يعني ما عنديش صلاحيات ان انا اقول هيا لك فقع يعني مبدئيا حسيت ان هو قال لي بس اخبت بالك هم قالوا ان لازم يبقى فيه جواب عشان ما ينفعش نحجز على 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 الثلوز دي لانها جاية تحت اسم نادي الزمالك يعني فقال فانا خلاص بني وبن نفسي عرفت ان خلاص يعني الموضوع خلاص اللي انا اعمل له جواب اه كده هادي فيه تسع مليون دنيا ممكن يبقى ايه هنزا صايد يعني غير الفلوس اللي احنا كانت معانا احنا راحين غير المستشار المرتضة اه مع دفت كتب الشيء فانا مبدئيا رايح عملت الجواب زي ما هو قال لي هيك جوابات على الشاشة يعني انت كتبت المشامطرة كتب جواب بان الفلوس دي تاخدوا منها لمديونية صح المشامطرة المرتضة هو يبقى يمثل النادي وهو الوحيد طبعا امدتو ايه ايه رئيس مجلس دارة النادي انا هو الوحيد اللي امدتو قانونية يعني انا لو انا لمضيت الجواب ده لا يعتدي لا طبعا لا طبعا يعني والجواب ده اتماضى قبل ساعة 12 طبعا يعني كل الناس كتبت موجودة وكل الناس كتشاهدة والناس لاتحاد الكورة هنالت محترمة مش عين كيرو يعني الجواب ده اتماضى في اتحاد الكورة هناك ده اتماضى على ترابيزة مجلس ادارة الكورة ايوما عشان اصاب يقول لك ده جايبين جواب مكتوب بالايد ما هو مكتوب بالايد بناء على مكتوب بالايد عشان اتكتب عشان سرعة الاجراءات انا بسرعه انا بازبط حسن النية ان انت كل اللي انت عايز انا اعملهولك مش صح كده ولا ايه ده هو بالايد ده احساب الكمبيوتر اه على رأيك ده بالايد ده ما حدش يقلد الخطأ انا يعني وقالوا كده بس الكلامه مش منطقة اتفضل ياحمد يا جماعة يعني الموضوع اسهل من ان احنا نقول لجواب بالايد والصيغة عملت ازاي الموضوع اكبر من كده بكتير الموضوع ان احنا يعني المفروض نتفاهل وان احنا مفروض نمشي على اللوايح ما بقولش حد يكسر اللايحة تمشي على اللايحة وتاخد فلوسك وتاخد حقك ومستحقاتك وكل حاجة بس بطريقة يعني بغلاء عشك من كده يعني الزمالك لو دفع الفلوس ياحمد يعني وخلاص الموضوع يتحلس فورا يعني ما فيهش مشكلة ولا ولا لسه فيه فتا طبعا متوقعين فيه تعاند تاني او عينج تاني او حاجة تانية لعبة مقيادة ولا الدنيا خلاص خلصت طب من جمهور بقى الزمالك طب من جمهور الزمالك عن الحالة اللايحية اللي خاصة به قيد اللاعبين لا هم لاحيا اللاعبين مقيادين على الخيط لاحيا المقيدين ومن حق نادي الزمالك محتفظ بحقه في قيد اللاعبين على قائمة تمام بالوقت القانوني لو الفلوس اتدفعت لو الفلوس اتدفعت طبعا عشان هم يعني راحتين قرار ان كان لازم فيه طبعا لو اه لا يعني ان يدخع الفلوس قبل ما يكون في قيد اه طبعا خلاص انا حافظ حقي في اللعيبة بالوقت القانوني واللعيبة موجودة على السيستم ايه سؤال موجودة واتحاد الكورة عارف ان هما موجودين سؤال برضو طرح في احد ال يعني طرح عموما والسيستم انتصر النقش دلوقتي قالك ان فيه لو اللعيبة دي يعني تعطفا من اتحاد الكورة لا دا السيناريو يا كب سواني بس تعطفا من اتحاد الكورة بجانب الولاد دول فايه الولاد دول لو الزمالك ما دفعت سيفوز يرجعوا لانديتهم تاني ما فيش الكلام ده يا كب لا لا طبعا اقولك الحاجة طبعا من باب اولى ما توافق انهم هتعيدوا في الزمالك لو انت بتساعد اللعيبة يا كابتن والله يعني هل دا ينفع ان انا نرجع لعيبنا على السيستم تاني بعد السيستم افل يعني الناس اللي بتقول كده يعني والله العظيم اتقل كده يا احمد لا يمكن يا يا كابتن يعني دول الناس يعني يعني لا يعني انت عايز اتكلم مش عايز اعلق سيستم افل اتعلقش يا احمد شبنا احنا نعلق هم والناس هتعلق احمد ابراهيم مدير شؤون لعبين نادي الزمالك بشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح واعتقد يعني الدنيا ان شاء الله بيزن الله في طريقة الحال لكن الزمالك بيتخذ كل الاجراءات القانونية الخاصة بهذا الملف بس يا كابتن طاري النهاردة الناس اللي بتتحدث عن العبس الاداري ده انها تقول انه مش عارفة اللعيبة واصلا ارجحها وكلام ده 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 شغل يعني ما يحصلش على قهوة بلدي النهاردة نادي الزمالك تعقد مع العبا وسدد فلوس للانديا وتلاقي الانديا اساسا صرفة الفلوس دي كل الناس اساسا كل الانديا الجمائرية دلوقتي كله يعني صرف لانه تعقد مع العبا واللي عنده التزامات انما فكرة النهاردة اللعيبة لعيبة نادي الزمالك طب نادي الزمالك قاعد طبع يعني اللي اصحى من النوم يقولوا والله اللعيبة ده مش هنقيدها ورجحهم تاني هم مش فاكهة يعني مش تنكلوا قطة واشتريناهم فارجحهم تاني يا جماعة المصر كبيرة مصر 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 يعني مهد الكرة مصر يا جماعة لو مسؤول الاتحاد الكرة يعني مش واخدين بالهم مصر دي اللي في عهد يعني المجلس ده ترجعنا عربيا وترجعنا افريقيا وما حقناش اي نتاج على مستوى المنتخبات في وجود المجلس الموقر اللي موجود دلوقتي من باب اولى يا جماعة ما نصدرش مشاكل للاندية صدقني صدقني واحنا في قناة نادي الزمالك ده لو حصل مع النادي الاهلي عيب هيبقى عيب لو حصل مع المصري هيبقى عيب لو حصل مع الاسمالي حيبقى عيب مع اسوار مع البنك مع اي نادي طب انت تعال اكلمني ما النهاردة نعرف انه الزمالك عشان التراكمات ماشي عليه مدونية طب ما بعد منه المصر الاتحاد ما تيجي تقول لي يا اتحاد الكرة عملت مع المصر الاتحاد خدت منهم كاب وليه النسبة مش واضحة وخدت بطريقة ايه شكات ولا كاش أعلنت للأنديها كل واحد مديونيته كام قلت نادي الزمالك مديونيتك كام وتعالى جدول حاخد منك واحد من ثلاثة ولا بالهوى ادفع لخمستاشر لا عشرة لا عايزهم كاش لا عايزهم مشكات مقابولة الدفع ده أنا بفترض يا كابتن بفترض إنه لو نادي الزمالك ما عندوش فلوس وجاب لعيبة ودفع فيها ملايين وإنت اتحاد كرة لازم تعيد اللعيبة ما فيش أي مبرر في العالم كله للائحيا ولا انضباطيا ولا حاجة الحالة الوحيدة اللي اتعاقب فيها اللعيبة انه فيها عليهم حاجة انضباطية يعني حد خالف وبعد ذلك جايب لجان معلش اخيرنا جايب لجان هو انت طب أنا كنادي الزمال عايز اختصم اتحاد الكرة في الإجراء اللي عمله ده اشتكيل لمية اطلع من الناس للفيفا ولا لازم ابعت للاتحاد الكرة يرفع للفيفا طب لجنة الانضباط اللي انت جايبها دي اللي انت قلت الشعر فيها بالرئاسة المستشار الجليل المحترم محمد عبدالصر دورها ايه وانت اخذتك القرار يعني هارده نادي مدفعش يا عم مش المفروض تروح تقول لجنة الانضباط واز عمر ده مدفعش شوفوا اللي الرجل ده مدفعش ولا جايب اللجنة وانت اللي بتاخده القرار طب أنا روحش تكيكل اللجنة اللي هي انت معينها استحالة طب اعمل ليه طيب تبقى انت اللي بتصدر الحكم وانت اللي بتحاكم الاستاذ عمر نقطة مهمة احمد ابراهيم المدير المالي واحمد ابراهيم مدير شؤون اللاعبين اللي اتنين قالوا ان النادي الزمالك لم يتسلم اي خطابات خاصة بعملية الجدولة والديون كام وكلام بال بالعكس الزمالك هو اللي كتب جوابه وبعبعته لاتحاد الكورة واتحاد الكورة مردش وبعين في الاخر ييجي يوقف هذا القيد اي تعامنة واي عند انا يا كابتن طارق بوحي احمد ابراهيم لانه هو فصر ومشاء الله يعني الشباب زي الورد فاهمين الاتنين بتكلموا بحقيقة بحقيقة يا احمد ابراهيم المدير المالي واحمد ابراهيم بدير شؤون اللاعب الحقيقة اتنين واثقين في نفسهم وفاهمين لوائح ومتعلمين بشكل مميز جدا وهو فصر الموضوع بشكل جيد جدا انا بتكلم على ان في مشكلة ادارية في اتحاد الكورة مشكلة الادارية اللي في اتحاد الكورة مش بيتكلم عنها نادي الزماج فقط مش النهارده لا احنا سمعنا من 3-4 شهر كان في مشكلة كبيرة جدا مع النادي الاه كان في مشكلة كبيرة ادارية برضو كان في مشكلة كبيرة مع اندية اخرى فبالتالي في مشكلة ادارية في اتحاد الكورة في عدم تطبيق اللوائح على كل الناس بنفس المطار دي مشكلة كبيرة جدا نادي الزمالك نادي كبير ما ينفعش يتظلم ما ينفعش في اي حال من الاحواع ولا ينادي والله كابتنان لا ولا ينادي بس ولا اي نادي ولا اصبر نادي ولا اصبر نادي بس انا متكلم على نادي الزماج دا لو اتحاد كوريا ما ينفعش لنا نادي الزماج جماهيريته كبيرة جدا وعريضة جدا ما ينفعش التعامل معه بالطريقة دي او بالتهاون ده اللعيبة لازم تتأيد وزي ما قال احمد ابراهيم قال جملة مهمة جدا ان قال ان قبل كده كان فيه لعيبة وضغطوا على الزرار دا يوم ثمانية يعني لسه في وقت اذا سجل اللعيبة واضغط على الزرار وخلي اللعيبة دي تشارك لان ما ينفعش اللي انت بتعمله ولوليك مديونية من حقك ترجع للإدارين في نادي ذلك وتقعد وتجدول وتشوف الموقف ايه بالضبط لان زي ما بيقولك هو اصلا المديونية اساسا مش متفق عليها يعني اساسا هي مش متفق عليها فبالتالي فيه مشكلة هنا فيه مداخلة هامة بعد قليل المشتر مرتبطة منصور رئيس مجلس دارة نادي الزمالك رضي يا سيد عمر فبقولنا حضرك المديونية اساسا غير متفق عليها يعني فيها مشكلة اصلا يعني ما هو انت اي حد بيعمل مديونية كابتن طاري بيبقى فيه اخد وعطى احنا مؤسستين شغالين مع بعض بسألة مش السيد عمر انبارح انبارح او انبارح كان رئيس مجل زارة نادي الاسماعيلي ومحمد شيح هنائب الرئيس موجودين في مكتب المشتر مرتبطة وحكوا قد ايه الاسماعيلي بيعاني ازمة مالية انا بقيت قاعد مزهول كل اندي اسماعيلي هل سدد المدونية بتاعت يعني انا بكلم الاسماعيلي اهو مثلا ايه الاسماعيلي من الانديها كبيرة جدا بنعشقها والمشتر مرتبطة واقف في جنب الاسماعيلي اقول لك حال كبتر ومبارح عمل فيديو قوي جدا مع الاسماعيلي طب هل ده الراجل بيحكي لعيبة مش قادرة عارف كبتر بص لا اسمعني بس لعيبة مش قادرة تودي يعني اقولي بس يعني ولادها لدكتور معهوش ابنه الدكتور قالك لعيبة مخنوقة كلها فلوس مش لقيين طب هل الاسماعيلي الحالة دي هل سدد الاسماعيلي عشان يقيد لعيبة معنا عشان جاء كبتر طارق قلتك في البداية ان هل الاندية التانية دي دفعت ما تسددت بنفس الاندية اللي انت طبقته دفعوا كام لا دفعوا كام يعني يعني انا بقولك اسماعيلي بعد ازنا حضرتك لو عليه عشرة مليون لو عليه عشرة ما عرفش عليه كامل الامانة ولا المصر ممكن نكون دفع مئة الف او مئتين الف اسوار مسلا دفع مئتين الف من اربعة مسعالي اربعة انت عليه اساس بتاخد وعلي اساس عايز من زمالك 15 هتطللي مديونية كبيرة ده من 2005 ومديونية مش متفق عليها المشكلة انه مش متفق عليها يعني زي ما يقولك ده قال لك فقعدة خفضنا 28 مليون يعني يعني الموضوع مش متفق عليها اساسا فطالما مش متفق عليها المديونية مش ثابتة فمتغيرة ممكن ممكن حضرتك تكون حاسب حاجة هي غلط فهنقعد مع بعض الراجع فالمديونية لسه عايزة مراجعة فالموضوع اذا مش منتهي مش مقفول فانا مش عارف يعني اتحاد الكورة بيتصرف كده ازاي وبنان عن ايه ولوايحه ايه واللوايح اللي ماشي بيها وازاي يوقف حاجة لنادي شعبي كبير جدا زي نادي الزمالك وازاي يوقف ضد نادي الزمالك بانت بتعملش الكلام ده مع غيره وبعدين مش كده وبس يا كابتل طاري احنا حتى في كل اللي جان اتحاد الكورة ضد نادي الزمالك انت ضد نادي الزمالك ليه يعني انا النهاردة اه شكبالا مش عافي يعمل ايه بتوقف بال12 18 8 شهور بدون تحقيق انا قد 8 سنة انا قد 8 سنة انا قد شكبالا بتوقف بدون تحقيق امام عشور نفسه بدون تحقيق لكن غير الزمالك بتنسو تلاقي لا تحقيق ورقة في التعامل واحترام لا وما فيش قرار ايه في ايه لا وما فيش قرار تلع وقعدت عرب وانت جبت سين من اللعيبة يتحقق معايا وما فيش قرار عملت ايه قالك حفظ السين دا اسمه كهربا ما فيش حاجة سمع كده طبعا السين دا اسمه كهربا 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 من المكهرب الدنيا كلها تمام عشان فيه معلق النهاردة برضو ربنا يسمحوا وكده ايه شغلت بيلوش كده يعني واحنا دلوقتي لا اي حد عايز يعمل بطل ييجي يمكش مع نادي الزمالك اي حد الاعلام والنجومية فاتته يجي يتحرش بنادي الزمالك ولما يترد عليه كان يدوك دروس في الفضيلة والاقلاء والشرف طب انتوا كنتوا فين زمان وانتوا بتستضيفوا المستشار مرتضى منصور هل المستشار مرتضى منصور على مدار تاريخه تغير يعني حتى في هجومه على منافسيه هل الاداء تغير هل الطريقة تغير لما كنتوا بتستضيفوه زمان هل ما كنتوا بتجبوه يهاجموا نفسين بيين احنا الوحشين دلوقتي عشان بنسمع هل هو حلال انه يدفع عن نفسه حرام انه يدفع عن نفسه وحلال ليكوا انه كتهجموه وما يردش وانت اسيسا ملكمش علاقة بالكورة بالتأكيد احنا ضد اي حد يهاب زي ما ضد ان المشارب مرتضى منصور اي حد يمس به او بنادي الزمالك يا جماعة المواضيع مش بالشعرات الرنانة وبالكلام كلنا في المطبخ وعارفين بعض فمحدش يزايد على حد دي حاجة الحاجة التانية كان في شهادة للتاريخي مبارح مهندس محمد فرج عامل قدي ايه اختلف على المشارب مرتضى منصور كتير جدا كان معلو سيد احمد موسى مبارح وبيسأله وكان مهتم جدا لسيد احمد موسى وبيقول له انت خدت مش عارف ايه في محمود شبان مرتضى منصور ما وعدنيش انه يدفع فلوس لنادي سموحها على مدار التعاملات كتير يا جدا نشوف قديه لعيب ايه لو دفعها مش عارف مرتضى منصور عملو ما اخل باتفاق مع اي نادي مش عارف مرتضى منصور اللي بيدخل اي نادي من الباب مش عارف مرتضى منصور اللي رفض ياخد لعيبة كان عندها شرط جزائية لبعض الاندية الشعبية وازكر هنا وقاعت بازوكا مع نادي الشرقية في 2014 كان عنده شرط جزائية عشان يفيد نادي الشرقية دخل من الباب واشتراه تقريبا بمليون وحاجة ياسم انتظر اتعرض عليه لعيبة من الاسماعيل مرديش وقال لو باهر المحمدي وعبد الرحمن مجد والاتنين لقيمة المتخبات مرديش حفاظا على استقرار والله وانا قاعد بس انا معلش انا بقول لازم معلومة وانا قاعد رفض علشان استقرار ومنا كابتل نجيله باهر المحمدي وعبد الرحمن مجد ويرفو داخده مين غير نادي الزمالك ومشار مرتضى منصور اللي بيدعم الاندية الشعبية والاندية الجماعيرية مين انتو بتحاسبوا المشار مرتضى منصور عشان موقف نادي الزمالك على حيله بتحاسبوا المشار مرتضى منصور عشان رجع هيبة نادي الزمالك بتحاسبوا المشار مرتضى منصور عشان فرح الوطنية وللأندية الشعبية الجماهيرية تماما, انتم هدفكو هدم استقرار النادي الزمالية. اخيرا هو الاول اصيص جمال علام قاعد فين دلوقتي يا كبتن طارق? في المغرب هو? في مغرب? في مغرب في المغرب هو بياخد القرار ضد للنادي الزمالية. معرفش دمما عمين اه اه قد معمين يعني. خل الجمهور يرد. قعد معمين اي يعني مش فاهم? يعني корабbins مغرب هو رايح طويس معام لأندية مش النادي الاهل بيمسلنا هناك هل 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 هو قاعد مع مسؤول النادي الاهل وبياخد قرارات دي النادي زمالك طي معنا مدخلا من الاستاذ عصام عجاج محامي بالنقض بخصوص قصة القيد دي فضل رسول عصام بسيح حضرتك اهلا بيك تحياتي وتحياتي الاستاذ منتصر والاستاذ عمر الدردير اهلا بيك ياستاذ منتصر والاستاذ عبدالله الدردير اهلا بيكم وكل سنة وحضرتك وطيبين انا بس انا عايز بس انا عايز اقول الحاجة بس يعني النهاردة اتحاب القورة ده هو اتحاب القورة ده خاص ولا اتحاب القورة ده مفروض ان هو ممثل عن كل الاندية هو ابو الاندية يعني بس انا عايز افهم حاجة النهاردة لو فيه خلاف شخصي لو فرض ان المستشار مرتضى يعني هم حطينه في دماغهم زي ما بيقولوا خلاف شخصي وهم بيصفوا خصابات مع خمسين مليون مصري مع جماهير نادي الزماني كلها هذا امر الامر التاني انت النهاردة اللي انت بتعمله مبارح او اللي انت بتعمله ده ده مفروض النهاردة كفيل بانك انت كاتحاد تتحلل احنا عندنا قضاء وعندنا مؤسسات دعوة قضائية صغيرة في اللي انت عملته ده ان صلبك بالتعويض ده واحد اتنين لحل الاتحاد بتاعك انت اصلا محطوط في الاتحاد لخدمة الاندية كلها مش لخدمة نادي معين انت كنتين ان انت كنت بتفتحوا يوم جمعة يوم جمعة عشان تأيدوا العقيبة يعني على مدار زي ما الاستاذ النهاردة الدردير بيقول النهاردة من الف سنة وعشرين محصلاتش الوقت النهاردة انك انت تعمل النهاردة بتمنع العقيبة انها تتأيد هو الاتحاد مش اتحاد خاص مش عزبهية قادرين اني كنتوا تشتغلوا بحيادية اشتغلوا مش قادرين تشتغلوا بحيادية مع السلام اروحوا وبعدين كانت الحاجة الامام النهاردة اللي مطلعني على الوسط على كل المواقع يقول الكلام ده محصلش لا حصل انا بصفة النهاردة مشجع مش بصفة النهاردة انا محامة او خلافة الكلام ده خاصة انا استطلنا مدارح بالاستاذ محمد ابو الوقتة وقال انا نكلمت الكابل حازم اناب ورفض احنا كنا بنلم فلوس من بعض مدارح لما قالوا عايزين فلوس ده بيتعنتوا يا ديه النهاردة شكت رايحالهم مدارح وجواب تحويل من رئيس النادي بان الفلوس بتاعته للانستجن تروح لكم والفلوس بتاعت الجزيرة تروح لكم وفيه ناس خطا فيه اندية كتير عليها فلوس ما دفع تجنيه واحد وايده تلعبين احنا النهاردة مدارح بنعرض السلسة عداشر مليون جنيه يقول لي هات فلوس فهوفة ده عقل ومنطق ان احنا ناخد فلوس في شنطة ولا في كرتونة عشان النهاردة وبعدين رغم انهم قالوا كده ووفرنا فلوس مدارح يا صف طارق كلنا ووفرنا فلوس وقالنا خمسة مليون جنيه والاستاذ محمد ابل وفد سامع اهو وقال لي استلنا خمس دقايق من بيت الخاص ومن بيت بعض المشجعين لمينا فلوس نعدي واتناها قال خمس دقايق واكلم اتحاد الكورة وبعد كده قال لا امش عايزين انا بقول لك اهوة على مسئوليات الاستاذ محمد يقول لك اهوة الرجل كان مكسوب ومحرق ومستشعر الحرج ان يقول اللي فيتها عنه اثنانهم ده واحد من داخل اتحاد الكورة اكيد واحد من داخل الكورة طبعا من داخل الاتحاد ده ده واحد من داخل الاتحاد اهوة الرجل مكسوب من اللي بيحصل يا كابت النول ان الاستاذ محمد ابل وفا عارف ان فيه تعالد وانهم مش معاهم حق ما كانش اقعد مع الاستاذ مستشار برطبا لغاية الفجر بيهدي فيه لانه هو حاسس بالمؤامرة المعمولة وكان انا اللي بقول له حضرات اقواته انا الهوة ودخله يقول لنا معلاش اصبره خاضر انا مش راضي الوضع انا مش راضي بالوضع يعني يعملوا اكتر من كده قالوا عايزين خمسة مليون ووفرنا خمسة مليون جنيه مبارح نقلي وقالوا لأ برضو احنا مش عايزين يبقى ده 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 اتا لو عايز تحل انت عندك شيكات رايحة وخمسة مليون نقلي وعندك تحويل من المستشار المرتضى ايه لك عليه وده مش واحد من الشارع انا من تحت السل ده بقيت لك جواب بينا بالمبارح بنلم فلوس نقدع عشان نفسد المؤامرة بتاعتهم وما فيش فاية ده تهريد ده السفزاز للشعب كله ده نهارة بتاقلتها يعني نعيز يعني الكلام اللي بيحصل ده انا والمبارح وبايه تقول المستشار المرتضى احنا نصلع نعمل بحضر شارع تقول هدر امور احنا الصوت هنرفع دعوة وهدر امور خلينا احنا زي ما بنقول اطيب منهم واحفل منهم لكن هذا ما ينفعش تمام سوزع صامع الجاج بش اتفضل مش قد مسؤولياتها يروحوا الفيديو اقودوا تمام بشكرك شكرا جزينا سوزع صامع الجاج المحامب بن نقضى على دي المداخلة يعني هو الرجل اللخص كلام هو منفاعل انه كان موجود مع المشاهد مطلع في الاتحاد الكورنبارح وشاف الاحداث برضو بعد انه هو رجل قانوني يعني فاهم قانوني قانونية الموضوع انه اكيد مفيش قانونية للموضوع اللوايح يعني اتحاد الكورنب يضرب اللوايحه عرض الحائط ما ينفعش اتحاد الكورنبارح بحجم اتحاد الكورنبارح المصري يتعامل بالمهانة دي وبالشكل ده يا كابتن طارق كمان ما ينفعش يا كابتن طارق انه صيغة المديونية والكلام ده دي صيغة كان بيتعامل بيها احد جماهير احد الاندية كان بيضغط وبيتكلم في الموضوع ده ان في اندية عندها مديونية اتحاد الكورنبارح سعيبها ليه فما ينفعش انت كاتحاد الكورنبارح تشتغل بودانك مع الاندية مع الجمهور ما ينفعش ما ينفعش السوشيال ميديا تحركك انت مجلس ادارة اتحاد الكورنبارح انت مجلس محترم مجلس كبير المفترض اجيد طبعا في نهاية الحلقة بشكرك استاذ عمر الدردير بشكرك شكرا جزيلا شرفتني ونورتني شكرا كابتن طارق ونتمنى ان اتحاد الكورنبارح يصلح الاوضاع ويصحح وضعه وان شاء الله اللعبة تشارك مع الاندية زي ما كانت مجلس جاية وكل التوفيق للنادي يا رب استاذ منتصر بشكرك شكرا جزيلا شرفتني ونورتني بشكرا كابتن طارق وبتمنى برضو ان صوت العقل يعني هو اللي يحكم الرياضة المصرية في النهاية وانه صالح الاندية كلها وصالح الاتحاد ونرجع اسرة كلنا متنغمة متفاهمة لمصلحة الكرة المصرية وليه رجاء خاص عبد المشار مرتضى منصور باسم ناس كتير جدا من جمهور الزمالك بيحبه انه ما يستجبش للإستفزازات ده نعرف انه حجم الإستفزازات كبير جدا وانه هو ما بيحبش حد يقرب من مناخيره انما نادي الزمالك وجماهيره الكبيرة بتحب المشار مرتضى منصور وعرفه هو قد ايه تعم عشان خاطر يسعد جمهور نادي الزمالك وانه راجل منتخب بأغلبية صاحقة وقائمة مكتملة لأول مرة في تاريخ النادي من أعضاء الجمالة المميع اللي عارفين انه نادي الزمالك والمشار مرتضى منصور عملة واحدة وجهان لعملة واحدة محدش يقدر فيه مستغن عن الاخر يا رب ان شاء الله بإذن الله نادي الزمالك دائما وابدا في استقرار شكرا لأستاذ المنتصر رفاع شكرا لأستاذ عمر الدردير بشكركم شكرا جزيلا عزيزيزي المشاهدين غدا الحلقة جديدة من زمالكاوي لما تولدنا مختارناش أسمينا اختارنا الزمالك نادينا عاش الزمالك وعاش حبه فإلوب